اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو عناصر اي حاجة رياضية ادارة اجهزة لاعبون جماهير واعلام محيط مكونات المشهد كل دي مكونات المشهد كل دور الادارة ان تأخذ بالاسباب اللي هي الاسباب ان تفي بالاحتياجات الفنية سواء في اختيار الاجهزة الفنية او العناصر الملائمة من اللاعبين وكل واحد ياخد حقه كل واحد يهيأ له احسن ظروف عشان يقدر تمرن ما يفكرش في مشاكل اجهزة كويسة ملعب كويسة كل الظروف المحيطة بك تبقى مناخ يصلح لافراز البطولات هل الادارة عملت كده سؤالك طبعا طبعا اخذت بكل الاسباب والناس كلها كانت شايفة جابت لكل الالعاب اصداد ابراهيم لبن العصفور ورغم هذا لم يكن هذا كافيا لافراز ما يتناسب مع هذا الاخذ بالاسباب في تحقيق النتائج نتائج مخيبة في كثير من الاوقات المسئولية تقع عندنا مش في بعضها الظروف المحيطة سعدت لكن في الاخر برضو هتجدها عندك سواء في كرة القدم او في الالعاب بعض الالعاب الجماعية عشان كده كان ده محتوى مهم جدا في هذه الحلقة وهذه ابرز عنوينها مقالي ومقاله آفت مدينتنا الغربال اما اعدائي فانا كفيل بهم بعض متلسانه عقوبات المراجعة والشموع الحمراء عن الدريس راغب باشا لكن اسرار الملك عن نصر قرطاج واخيرا مجلاتنا اليوم ومن اربعين سنة امس الاول نعى مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رحيل المشير محمد حسين تنطوي رئيس المجلس العسكري السابق وزير الدفاع والانتاج الحربي الاسبق الذي وفاته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خذنة الوطن في واحدة من اصعب الظروف التي مرت بها مصر في تاريخه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي واستادة اعضاء مجلس الادارة والقطاعات الرياضية ينعون ببلغ الحزن والاساء سيادة المشير محمد حسين تنطوي وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الاسبق واحد ابرز الرموز العسكرية الذين وهبوا حياتهم لخدمة وطنهم واضاف الاهل في بيانه ويتقدم مجلس ادارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب بخالص التعازي للمؤسسة العسكرية ولكل ابناء ومحب المشير تنطوي دعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون رحمة الله على هذا الرجل الوطني زي ما بتقول كده استاذ بريم اخذ بيدي الوطن وعبر بها او به في احلك الظروف التي اطاحت بكل الماء اللي حوالينا ولكن تنجو مصر من هذا الفخ بفضل هؤلاء الرجال وعلى رأسهم المشير تنطوي ما فعله الجيش المصري وملحمة بكل سيذكر التاريخ بكل الفخر والاعتزاز والخير والانصاف عندما يعني تعنى حقائق الامور بمناسبة مجلس ادارة النادي المجلس هيجتمع يوم الثلاثة ان شاء الله برئاسة كابتن محمود الخطيب وده اجتماع مهم لبحث العديد من النقاط المهمة في الرابعة بعد ظهر السلساء القادم ان شاء الله النهاردة كمان اتحاد الكرة في الشأن الكروي اتحاد الكرة اعتمد تشكيل هيئة مكتب رابطة الانديا المحترفة لكن كمان بعد عرض الامر على مستر كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الراجل طلب تقديم موعد بداية الدور الممتاز ومن ثم تأجيل مباريات دور التمانية ودور قبل النهائي والنهائي لكاس مصر لموعد يحدد فيما بعد لكن صمم على اقامة مباراتي دور الستاشر يعني مبارات الاهلي وامبي ومبارات بيرامدز واسموحة في معادهم ان شاء الله يوم السبت الراجل طلب المباراتين عايز يشوف بقية اللعيبة عايز يتوقف على حالة عدد من اللعيبة الدوليين فتقرر ان تقام مباراتة دور الستاشر يوم السبت ثم تدخل مسابقة كاس مصر الادراج لبص في الجدوى قبل توقف نوفمبر ما يلاقيش مكان لوضع كاس مصر الربطة هتعمل كاس مصر بطولة تخص الاتحاد ما تخصش الربط لكن بالتنسيق بين جهاز المنتخب والتحاد الكرة وربطة الاندية المحترفة ينتظر البحث عن موعد لكاس مصر انا مش عارف طبعا يعني اهل مكة ادرى بشعبها بقى هنقول للرجل ده جيه هل ده قراره ولا يعني تأثر بما تم طرحه امامه لان انا كنت شايف ان اكبر عدو اه للمنتخب وتلك الحالة التي عليها معظم اللاعبين المميزين في مصر اه وخصوصا للدوليين اه من تلاحهم المواسم وعدم الحصول على فترات الراحة اللازمة اه وشفنا شفنا المستويات اه في ماتش السوبر عاملة ازاي ايه دي مش حجة بس انا بقول ان ده معناها ان انت هتلعب ماتشين في كاس مصر مش هيدلوك بشكل طبيعي على الحالة الطبيعية ليه الناس اللي المفروض حيبقوا قوام منتخبك انما ربما تكون الجاهزية لناس تانية تكون اكثر يعني ليه المرتاحة بقى اللي حد الفريش اللي ممكن ساعة ما تيجي تعتمد اه على تقييمك بقى للعيبة الدوليين ربما تختفي اسماء وتظهر اسماء لا تعبر عن حقيقة قوام منتخب مصر فانا كنت اتمنى اتمنى ان يبقى فيه راحة حقيقية الناس تاخد اجازة والله انت يعني انا انا كنت اتمنى ان لعبت النادي الاهلي وكنت تاخد المخطرة دي من باب الصح يعني انك انت اللعيبة الدوليون بتوعك كان لازم يخشوا فطرة وتلعب بقى بالمتاح لان انا هي المسألة مش مسألة بطايق شخصية كرة القدر استاذ ابراهيم مش بالاسماء مش ابراهيم يمثل ايه وعدلي يمثل ايه انما ابراهيم دلوقتي قادر يعمل ايه وعدلي دلوقتي قادر يعمل ايه مش مبارح انما النهاردة في اللحظة دي اه ممكن بكرة بس مها بكرة ده مجهور المستوى مش القدر اللحظة دي المستوىك حاليا هتقدر تعمل ايه اه وقادي احنا شوفنا فانا يعني ارجو اني اني تكون يعني القرار بقى نابع من حد جاي خطط لنا مش جايين نخطط نتمنى ده لانه كمان الفترة اللي جاية فترة مضغوطة جدا المنتخب عنده كاس العرب في نوفمبر عنده يا عم تتلعب كاس العرب بالبيتين يا أصدر كاس العرب الهندية الاهلي في ديسمبر 30 نوفمبر هو كاس العرب ما الناس كلها ما تلعبها بيا اخي بالعناصر انت عايز تجاهز عشان يبقى قد بالك هو هيبقى خلاص داخل يعني راح كاس الأمم كمان يعني مش عارف الحاجات البسيطة اللي غيرنا بياخدها وبينجح بيها ليه ما حيرين نفسنا في معادلات ما تخصناش كاس العرب عايزين آه ناخد مع الأشقاء العرب لكن الأشقاء العرب مش هيوصلونا من كاس العالم اللي هيوصلنا مش ورنا الافريقي يبقى أنا كاس العرب ده يعدي له فريق ربما ربما يفرز لنا عناصر حقيقية هو كمان كجهاز هو مزنوق في حاجة هو بدون المحترفين يعني يعني اللعيبتك المحترفة في أوروبا مش هتيجي تيجي لا هو البطولة بدون المحترفين فبالتالي انت هتروحها بالمحليين بالمحترفين الداخل روح مش بالمنتخب سمي يا أخي بي 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 خد القوام اللي انت نفسك ترشح منه ناس المنتخب الأول في عندنا عناصر كتير مليان اللعيبة في مصر تستطيع ان تؤدي هذا الدور وعملناها قبل كده ونجعد عموما هي حالة اشتباك وارتباك ما بين الأطراف التلاتة جهاز المنتخب اتحاده الكرة ثم ربطة الأندية أنا بس مش عايز أستهلك في اجتماع يوم الحد إن شاء الله مش عايز أستهلك وخلص على لعبتنا الدوليين بكثرة المشاركات هم خد بالك قبل نوفمبر هم لازم هيكونوا شغالين معه في تصفات كاس العالم يعني ما عندهمش طرف الراحة في الفترة دي لكن اللي نقدر نقوله ربطة الأندية المحترفة في تشكيلها اللي تم إعلانه عندهم يوم الحد بحث شكل الدور نتمنى إنه يزغلوا صوت العقل في أن ننظم الدور الجاي بشكل استثنائي مرة واحدة مرة واحدة أعتقد المهندس عامل حسين موجود على الترابيزة وكان عنده طرح قديم عرضوا على المهندس هنا أبو ريدا من 3-4 سنين في حكاية دوري ثم دوري صبر ودوري تحت نتمنى وهو قال إن أنا عرضته قبل كده ومجلس المهندس هنا أبو ريدا كان معترض وما وفقوش أنت النهاردة واحد فاعل في ربطة الأندية وكل السادة أعضاء الرابطة يهمهم مصلحة الكرة ومصلحة الأندية مش فيه تنميح قالك شكل الدوري ممكن يتغير نتمنى إنه يتعامل شكل استثنائي يختصر المدة شوية قدمنا إحنا هنا اقتراح قبل كده نذكر به ولا خلاص ما هو اللي حاج عامل حسين قال أنا قايله من 3 سنين للمهندس هنا بريد اللي هو الدوري دور واحد من السبعتاشر اسبوع ثم عشرة يلعبوا على المركز من واحد لتمانية والعشرة الأخارة يلعبوا على البقاء وتحديد بقية المركز مش عشر وما هيبقوا تسعة وتسعة يعني ممكن تقول تمانية وعشرة تسعة وتسعة تسعة وتسعة الفير تسعة تسعة فوق وتسعة تسعة وتسعى يلعبوا على اللقب من دورين وتسعى على من يبقى من دورين هنا عدل حتوفر هاتوفرلك يجي إلا دورين هتروح لنفس العدل لو ما تروحش لنفس العدل هو أنت الأول هتلعب دور واحد من الثمانتاشر قد يسبعتاشر أسبوع بس السبعتاشر أسبوع مش وحيبه سبعتاشر أسبوع لأن تنمو ممكن تلعب كل أربع الأيام ماتش خامس يوم تلعب لأ تقصد سبعتاشر أسبوع كرة بغض النظر المدة الزمنية ده هي المهمة كل المشكلة في المدة الزمنية فانت دي المجرد انك تقول من دول يتنفسه عليه ودول يتنفسه عليه او يتصارع عليه بعد كده حيبقى تسعة التسعة بير حيلعبه 8 مطشات 8 و 16 مبرى ولو حطيت هناك 16 مبرى ما هما حيلعبه في نفس الوقت ما لهمش علاقة ببعض يا براهيم انت دول مش حيلعبه دول يعني دول مش حيبقه عدد اسابيع زيادة بتحسبها حسبناها مرة قبل كده تطلعت هتوفر حوالي شهر ونص اعتقد كل المقترحات معروضة على مئدة ربطة الانديانة اتمنى ان هم يوصلوا لحل ينقذنا شوية من الجدول المضغوط غير الادام الحقيقة اللي بقاله كم سنة مش عارفين نخرج منه ده كان كلام مهم جدا في مجريات الكروية النهاردة لكن اعتقد ضربة البداية دائما وابدا معه مقالي ومقاله افت مدينتنا صاحب نوبل نجيب محفوظ لوم اقولها شهيرة افت مدينتنا النسيان ان مشكلة البلد كله بينسى مدينتنا دائما وابدا اي حاجة تتقال فيها استنى عليها يوم واليومين ثم نحن شعب ينسى كل شيء بعد حين لكن الحقيقة افت مدينتنا في الرياضة وفي هذه الايام مش بس النسيانة مش ماننسى لا انت الغمود الغمود الكاشف الغمود الكاشف طبعا الكاشف على ان لا يمكن الامور تكون ماشى باستقامة هذا الغمود طول ما الشارع بيسأل عن اجابات لأسئلة يسهل اجابتها في ثانية بقدر بسيط من الشفافية من الجهة التي لا ناقة لها ولا جمل ولا مصالح المفروض غير تحقيق الصالح العام مش معقول ان احنا عايشين ها على موضوع هو زمالك اتعاقب امتى ها وتعاقب ايه العقوبة الحقيقية وايه اللي فجر العقوبة دي دلوقتي وفيه فيه يعني خصم نقاط ولا غرامة ولا طب وانت اجلت ليه من غير ما تعلن الاسباب الموسم بتاعك ها والقيد موسم القيد بتاعك مرة واحدة اجلت ومدة طويلة 20 يوه مسائل ما حاجة يطلع الاستاذ عحمد مجاهد انا سمعت حديثه مع ابراهيم فايق استغراب بيقول له هو ما اعلنتش ليه اعلن ايه ده موضوع خص الزمالك وخص الاتحاد ما يخصش حد تاني ما يخصش حد تاني ازاي ما يخصش نظام عام ما يخصش ناس بتبيع وتشتري وبتنقل وبتعير ازاي ما يخصش حتى الزمالك انه كان يعرف في المعادل المناسب عشان يعرف يتعاقد ولا ما يتعاقدش اه او حيعمل ايه في المشكلة بدري بدري لو انت قلت من شهر ستة وانت بتحاول تحل دولة كان زمان المشكلة تحلت انت لم يستفد احد من هذا الهموت انما انك انت بيستمرار عاستاخد سكة الرشيد اللي بيرعي مصالح الناس على حساب مصالح الناس كل ما بتعمل حاجة هنا في مصلحة دمها بتضيع وفيه نظام بيهضر فيه نظام بيهضر انت حتى في العقوبات يعني العقوبة بتاعة الكابتن شكبال احتاج عليها اللي احنا مش عارفين لسه لحد دلوقتي هي اتخذت علشان اشتباك الكابتن شكبال مع الاستاذ احمد مجاهد ولا اتحطت معاها شكوة النادي الاهلي على التجاوزات اللي حصلت في حقه لا احد يجيب عليك في هذا السؤال انما يطلع الاستاذ احمد مجاهد انا ما سمحتوش بيشتمني فتبقى الزريعة يطلع الاستاذ عدل الشرواجي يقول لك لا كان فيه تجاوز وعندنا تقرير بهذا التجاوز لكن المرائب سجل تجاوز هنقول يا سيدي ما سمعهاش احمد كابتن الستاذ احمد بس المرائب سمح او مش عارف مين سمح او الستاذ احمد مجاهد على هوا حاب يعني ما يبقاش طرف بشكل مباشر طالما ان الامر معروض على لكن برضو وقال ايه بقى رعينا النادي ورعينا كبر سن اللاعب وما كانتو في تخفيف العقوبة ها يا اخي قلنا قلنا استندت على ايه حد قلنا المادة بتقول عندما يحدث فطبقنا ديه طيب هي شكوة النادي الاهلي كده ما تقدمتشي انا بتدي تشكوة ان يكون النادي الاهلي يقدم شاكو يعني من كتر محدش بيكلمك عليها قول حفظة طلع حققنا وطلع ان ما لا رأس ولا شتم ولا كان فيه حاجة من دي اللي انتو شفتوه ده كان خيال علمي اللي سمعتوه ده ده هواجس واوهام قول حاجة لكن لا يمكن ان الامور يا استاذ ابراهيم هتفضل ماشية بالاسلوب ده هتيجي تقول لي ما هو دلوقتي فيه لجنة اندية ما هو لجنة الاندية ما بتجبش السابق فيه حاجات سابقة معلقة لازم اجوبة جاه قال له طب هو الجواب كان فيه عقوبات اخرى ولا كده بس قال له الادارة القانونية يعني زي على طريقة اسمك ايه قال له تلاتين سنة يعني اللي جابة في حتة تانية سبعين كيلو اه او اي حاجة او يعني اشمر اللون او اشقر اللون من بينها اه يعني قال له الادارات القانونية بتدرس ايه هو بيسألك الجواب يتضمن حاجة هي دي عايزة اكتر من انك تحط الجواب على الموقع بتاعك وتسيب كل واحد يفهم منه اللي هو عايزه لماذا نضع انفسنا في دائرة الريبة باستمرار نيجي نخش الامور مرتبطة ببعضها طيب اذا في الجزئية دي يعني يعني عشان برضه القافة الكبيرة في الجزئية دي اللي الموانس عادلي قالها غياب الشفافية غياب الشفافية بقدر كبير جدا في المشهد الرياضي كله في التحاضي الكورة حتى في التحكير انت عندك عقوبة صدرت ماينفعش يطلع رئيس نادي الزمالك يقول اصلاحنا اتحاد الكورة كان قال لنا ان احنا ممنوعين من القيد بقالنا لمدة دورتين قال له يعني الاتحاد ينكر طب انت بتنكر ثم يطلع اطراف اخرى طب لا العقوبة ما كانتش بس اقاف قيد مرتين ده في عقوبات اخرى فيها خاص من النقاط وانسيب المسألة عند الناس هو وكأننا لحنا مجتمع متعلم ولا اتحاد عنده علاقة بالفيفا ولا ناس تقدر تخش على موقع الفيفا فتشوف العقوبات ولا اي حاجة خالص ليه انعدام الشفافية ليه اتحاد الكورة وعنده موقع رسمي فعال وناشط ليه ما يحطش عليه ما وصله من الفيفا هو لصالح الزمالك هو لصالح الاهلي هو ضد القيد هو مع القيد هي في عقوبات اخرى في النهاية هو ما هوش طرف هو تلقى ما اتخذه الفيفا ولجانه من عقوبات وقرارات هي ايه مش بتاعته لكن السكوت وعدم الاعلام بيحط الاتحاد ويحط الناس كلها في مرمى الاتهامات خلينا نقول ان الاشعاعات حتى يثبت ده وانا قلت كده للمهندس احمد مجال يا باش مهندس حط على الموقع الرسمي للاتحاد ما وصلكم من الفيفا ممكن الموقع الرسمي ده انا عايزة اسألك انت اسأل دلوقت اه برضو انتو كعالم ربما تكونوا مسئولين برضو اه هو الاتحاد الدولي صعب نعرف الجواب ده صدر امتى و هو هو يعني فيه ايه فيه ناس دخلت على مواقع لجان الفيفا فجابت نص العقوبات اللي كانت صدرت من ضمنها خصم نقاط ومن ضمنها منع التمثيل للخارج يعني مكتوب كده اه الله طيب يا جماعة ده ارسل الاتحاد الاتحاد قالك لا اللي جاني وقف قيد فقط طيب خلاص اللي جالك حطه ببساطة جديدة جدا لا سنالي بس يا صدر امراهي اه هو ممكن الفيفا تطلع نموذج للطرح الدولي ونموذج للطرح المحلي اه من نفس يعني العقوبة دي احنا حنقول امام المجتمع الدولي ان فيه خصم نقاط بس ده ما نبعت للاتحاد المصري عشان ما نعملوش مشكلة ما نجمش سيرتها لا يمكن هذا الكلام لا الناس في الاتحاد يقولك دي كانت مرحلة اولى ثم ما تم الطعن عليها اللي جالنا حاجة تانية انا معاك اللي جالك اعلنه ببساطة جديدة جدا اللي جالك اعلنه للرأي العام كله احتراما لكل الجماهير ولكل مصالح الاندية لان المسألة لا تخص النادي لوحده ومش برضو مش الكلام دفاعا على مصلحة النادي الاهلي لا دفاعا عن الحقيقة فيه مش اكتر هي دية انعدام الشفافية جماعة دي قافة كبيرة جدا ثم ثم حتى في التحكيق اه يطلع يتقالك الكابتن عسام عبدالفتاح في تونس قال ان الفار والتحكيم ما مشوش يعني معيار العدالة وتسببه في ان البطولة راحت في حتة اه طبعا اتقالت غير مستحقة لما طلع الكابتن عسام نفن يكون قال هذا الكلام لكن الكابتن جهاد جريش قال لك انا تواصل واضح نفيه مشكلة بين الكابتن عشان يكون منصفين بين الكابتن جهاد و نظرته الى الكابتن عسام ويعتقد انه يحاربه لكن اذا كان اللي بيقوله الكابتن جهاد انه تواصل مع ناس في اللجنة طلع مع الكابتن عشاني بقال الكلام ده نسمع تنبار انه قال له لا ده هو قال حكام المصريين ايده البوازو الدوري في مصر هي القصة السريعة كده يا جماعة كان نسب للكابتن اصام عفتاح في صحيفة العين الاماراتية انه قال وهو بيعمل محاضرة للحكام في تونس انه دور المصري الحكام بوزوه والفار اهد الدوري لما لا يستحق العين الاماراتية نشرت كده فطلع الكابتن عصام عفتاح قال ده ما حصلش وما كانش فيه صحفين حضرين ودي كانت ندوة فقط للحكام صدقنا الكابتن عصام وكذبنا العين وكذبنا الاشقاء في تونس حتى ظهر بالامس الكابتن جهاد جريشة زي ما المهندس عادل اشار كان مع الكابتن متحق شلبي وقال حاجة تانية كان طلع تصريح كابتن عصام وطلع في جميع السوشيال ميديا وطبعا كابتن عصام طلع נفال لانا انا استهرأت اصلا من تصريح يعني اي حد يستهرى من اللي حصل وكان في المعاصrer في تونس وطلع كلام في الصحافة الاماراتية انهو قال كلام طبعا كلام كله كان تخبيد في التحكير المصر كلام تخبيد في التحكير المصر хорошо هو نفاه هو نفاه هو نفاه كلام هو نفاه كلام اه وأنا طبعا أنا مع النهارين في الكلام انه قال ان الدور يذهب لمن لا يستحق حصل هو ما قالش أنه هو نفف كلام اه أنا كان المعاصكر دا محاكم معصكر النغبة في تحدي التنسي اه معصكر نغبة اي اه توقون سأكلهن حبيبنا كلهم حقام زمين اه فأنا اتصلت ل vision ما فيش صاحب بيخوش جول جول المعاصكر يعني انت في المعاصكر النغبة تحدي التنسي وفي التحدي دا وللي محدش بيخوش جول المعاصكر اه فكلام تحدي من الحكام دولت اللي موجودين معاهم كانوا موجودين في المعسكر وهو معسكر نوبة فكلهم حبايبي يعني فسألت على الواقع دي فقالت أنا أردت كذا كذا وكبت النصال نافع أنا على فكرة أنا معكبت أنا صام نينفع لأنني فعلا استحل أقول حكذا كده فكان الحوار يتقال بالضبط الحوار يتقال إيه الحكام التوانسة كانوا بيقول إحنا عايزين ترباء الفهر في مصر في تونس زي مصر ماذا حكام مصري بيطبعوا الفهر فالتح محاضرة مأفئولة الحكام ومحاضرة الكابت عساء فلون فريد تبعوا في مصر الحكام المصريين خربوا دور المصري ده يتقالك في المحاضرة بس حاجة أمين موجود في المعسكر هو الخرك خرك الجملة دي جملة دي إن الحكام خربوا أنا بقى أنا لومي على كابت والحسان في حاجة واحدة إحنا حكام مصري من ينفعش يتقال علينا أي حاجة إنت واحد مننا من ينفعش أنت راجل مسؤول عن تحكين مصري سنين انا ممكنش مسؤول ساعتها في تحكين مصري المسؤول الكابتن موجيه انت الناس اللي كانت معمشهم ملح خبطت فيه لما كابتن موجيه وكانت دوق العزب ما انت قلت التحكين مصري خرب الدنيا يبقى الجنة لكت موجودة بوزة الدنيا طيب فأنا اللي زعلني في الواقعة دي اللي زعلني جدا في الواقعة دي لما الحاكم قال لي آه آه بس ألها في محاضرة ازاي طلعت ازاي من محاضرة ما هو نفس النفس استغرب يعني فأنا اللي يعني بلوم الكابتن عصام يا كابتن عصام احنا حكام مصريين احنا اخواتك الصغرين ما ينفعش تلومنا ما ينفعش تغلط فينا قدام حكام توانسة ما ينفعش يعني كابتن جاهد برضو يا خدنا بسكة طلعت ازاي دي وعدم أمانة ومش عدم أمانة طلعت زي ما انت سألت واحد قال لي كنت بطوله أعلى ما هي بتطلع كده ليه اللي قال لي غير أمير يعني ايه المسألة مسألة حصل ولا ما حصلش حصل ولا ما حصلش مش مسألة احنا همينا في انها حصلت ولا لا اللي همينا ان هذا الادراك من المسؤول الاول عن التحكيم سابقا ثم الان وما بينهما زملاء والأعزاء اللي كانوا بيشاركوه وكان مسؤول عنه مواعده اتحاد كورة عن التحكيم انه وصمهم ووصفهم بانهم بوزوا الدوري فلما نيجي النادي الآلي او بعض الاندية تشريكي يبقى بتستند الى اسباب حقيقية لا يريد ان يلتفت اليها احد طيب كيف يمكن ان ينصى لي حال التحكيم باللي احنا شايفينه ده جماعة ناس متشحنة عمالة بتكيدفوا بعض على حساب الاندية يا كابتن جهاد انت يعني بعد ما بطلت تحدست ماشي ولكن عندما تحدست لا من توصمت برضو التحكيم انت شرفاء ماشي يا سيد شرف ما يقصدوش ما ليقصدوش ما هو اصلهم لو شرفاء يعني ما بيقبضوش كويس ده ما فهم الشرف عند البعض هنا انه ما بيقبضش لكن لما يكون منتمي بيؤدي الى نفس الغرض لما كله وجهة نظر ولا يطبق للفساد ان اشكال اخرى تفسيرات اخرى انت المعيار مش ثابت كل الناس شايف هذا الامر بيه وضوح والفار الحاجة غريبة جدا فار ايه فار ايه وصلنا لايه الفار وصلنا اخبطه دمقه في الحيط هي كده ولذلك مش عارف دور اللجنة لجنة ربطة الاندية حيكون ايه مع لجنة مع ما التحكيم التحكيم تابع للتحاد ما تابع للتحاد بس حيكون لها دور معاهم في مراجعته يعني الازمات التي سوف يتسبب فيها وسوف يتسبب لان انت مغيق انت دخل في الكمبيوتر نفس المعطيات يبقى من السزاجة انت انتظر النتائج مختلفة طبعا انت نفس المعطيات احنا بدين بيها بنفس الاشخاص بنفس المشحنات بنفس النفسانة واحد بيتام واحد وكان بيحاربه عشان ما مجرد ان سجله ما يعدهوش بيقوله سجل لي عداك بس انا ما قدرتش عدي الكابتن جماد فحربك جد فشوش بس والنبي ما تعملهش مع امين عمر عشان امين عمر صعبان علي وبعدين ما ايه ما برضو راح ليش امين عمر واحدة في السكة ما انت حرام انك انت ترميه قبل ما تعلمه العوم يا خبره بيض يعني انت جاي تقول انه هو مش انه يروح المعترك ده دلوقتي انت بتعمله ببعض كلكم كده على بعض يعني جهي كحالها عماه اه والنبي ده مش جمعة التحكيم ده احنا بنعلق على اللي بيقولوه يا جماعة ما كناش هنواجه مشكلنا مش هنحل والحلول اصبحت ما تجيش بنفس الاسلوب اللي احنا عايشين به مش هينفع المشكلة انه يبقى الكلام مين اللي قال وانه اللي قال ده غير امين وان المحاضرة كانت مغلقة وكان فيها حكام بس حكم غير امين من الحكام اللي حضرين هو اللي بلغ الصحيفة الاماراتية مش مش اتقل ولا ما اتقلش ثم انه الاخطر في الموضوع وده الاهم الحقيقة كابتن عصام عفتاح زي وزي كابتن اه 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 الشناوي وكابتن سامير عثمان اتفقوا على انه قرارات التحكيم في غرفة الفار كانت مؤسرة وعرضنا لكم انه طوال مسيرة الدوري باجمع وشهادة القبراء والمراقبين ان الاهل خسر 15 نقطة بسبب تدخلات الفار سواء التدخل السلبي او الامتناع عن التدخل في النهاية اخطاء الحكام اضعت على الاهل 15 نقطة دي كانت واضحة سابت اذا كان كابتن عصام عفتاح رصد كل هذه الاخطاء وعارف وانا سمعت في حوار مطول مع الزميل سيف زاهر اقر بانه الفار كان لهم مشاكل كتير جدا خلاص سيبنا ان انت قلت للاشقاء في تونس او ما قلتش لكن شوف وتأكد انه المسابقة قدرت بشكل مؤثر جدا من ناحية الفار باجمع الخبراء مش هيتكرر تاني وما تحط هليش انه هنجيب كاميرات زيادة لان المسألة كانت مش محتاجة كاميرات في بعض الحياة يعني خد كل قدراتك اللوجستية وفر كل امكانتك اللي انت عايزها بس في النهاية الفار عمل علشان يحفظ اكبر قدر ممكن من العدالة طيب فيه ارادة للعدالة نتمنى انها تكون موجودة نتمنى انه الشكوى اذا كانت شكوى تقنية يتم حلها لكن لما يتعلق الامر بالافراد والاشخاص والتدخلات نتمنى ان ده اللي حصل ما يتكررش بعيدا بقى عن ان مين من تونس قال ومين ما قالش جهات صح ولا جهات غلط عصام قال ولا ما قالش لا خلينا في اصل الموضوع اللي حصل ما يتكررش لانه فيه اقرار وفيه اجمع عليه في خطور التدخلات الفار ده فيما يتعلق برضو افتقاد الشفافية لكن من قافة المدينات ايضا المبالغة باش مونس هي دي بقى اه ما بنعرفش نضع كل حاجة في حجمها ام يا الاهلي ده مالوش نظير وكل حاجة بيعملها اوبا لانه الاهلي ولانه مش عارف ونفضل نعلي في كل تصرف ها وكل انجاز واشادة مطلقة باللعيبة يا اما هجوم ضاري وما فيش حاجة صح ولازم كل حاجة تتغير ونبتدي من اول الصد وضيعتونا وعملتونا مع اي اغفاق انا مدرك الظرف اللي احنا فيه ودخلين على انتخابات فيه ناس هتعلي اوي ايوة في هذا الاتجاه لان بالصدفة ما انت برضو لو فيه ايجابيات اتحققت يعني كل سلبياتك اتكومت في الشهر ده وكل انجازاتك المبهرة اللي كرمت الناس عليها واللي احتفلت بيها حصلت في وقت سابق لو عكسنا الاية كان زمان النادي الاهلي يعيش اعلى درجات النجاح ها فانت فيه فقرة انا عايز اجل التفاصيل لما تنقشها لانها مهمة جدا بس انا علشان نخدم ندينا نخدمه ازاي كيف نحب الاهلي ها لا نحبه بالتهويل ولا بالتهويل لا نحبه بالتطبيل ولا بالتحفيل نحبه كل حاجة في حجمها لان انا والله بدأت اتشائم اتشائم من الاطراء هو انا قبل المطش ده كنت بقولك ايه الان جدا الان جدا من بطولة المطش الواحد لان اولا هتقول لي ما كلنا في بداية الموسم ما كلنا في بداية الموسم يتأثر صاحب المهارة الاعلى ليه لان الفوارق اللي انا بتميز بيه بتميز بيه عندما اكون في كامل اللي يقتي يوم الفوارق بيني وبين المنافس تظهر في سرعة التفكير سرعة التلبية سرعة الانسجام سرعة فما كانش ده واضح المباراة دي جات في التوقيت طبعا لكن ما خدناش برضو احنا يعني انا مش مدافع ما هو زي احنا مش قلنا في 15 نقطة ضاعت باخطاء الفار وزيهم ضاعت باخطاءنا احنا باخطاء العابدنا فلما يتحالف كل هذه الاسباق يضيئ منك الدوري طيب الفار غلت في حقك على اللي انت ما تغلطش ما تساعدهوش كان ممكن تعدي ولا لا احنا مش ممكن احنا لما تشوف النتائج التي تحققت في اخر شهر مع ماتش السوبر الاخراني تقول ان احنا لسنا في هذه المرحلة مرحلة هبوط المستوى وما حدش مديك مستوى طب انا عاج ارجع تاني يقول ليه عايزين حد علميا يخش لنا يقول لنا ايه اللي بيحصل نفس النجاح ده المطلق المبهر انت ما تقوليش انك انت تقدر في سنتين ورا بعد تاخد الوداد رايح جاي وتكسب زمالك في النهائي وتاخد التراجي رايح جاي وتكسب الرجاء في النهائي وتكسب بعد كين نهض البركان ان ده ما فيش مستوى وما فيش لا لا في مستوى فيه لعيبة لكن ايه اللي حصل من اللعيبة دي وايه اللي حصل لمستوها عايزة دراسة وعايزة ناس تكون صريحة جدا وانا خايف وشايف ان المنتخب بيدفع تمن الفاتورة دي لعيبة الاهلي مش في احسن حالاته وحط عليهم حتى انت قوام المنتخب اهلي زمالك بيرامد دلوقتي هو ده القوام مش كده اه غالبا انا من الشايف حد في حالته من الشايف حد في حالته لعيب او اتنين فهل هل كيروش كيروش اسمه كارلوس كيروش نحفظه بقى نحفظه بقى كارلوس كيروش هل هو شايف ودرس بشكل علمي انه السوبر بعدين نلعب دور في الكاس وبعدين نرجع طب ما نكملش الكاس ليه نبتدي بالدوري ايه الفرق في وجهة نظره ايه يعني عايز يشوف اكبر عدد من اللعيبة فعايز الدوري يتلعب اه انا كنت شايف ان احسن حل المنتخب انه كنا راحة ونبتدي بالدوري ها مثلا الاسبوع الجاي ولا اللي بعديه والراجل يشوف فعنده تمانية عشرة مطش مطش ليبيا الاولين اهو تمانية عشرة كان شاب بقى كان شاب بقى اسبوعين او ثلاثة اسابيع مطشات يعني ثلاثة اسابيع من الدوري وبعدين يقف ياخد اللعيبة في ما هو هيلعب معسكر اكتوبر ده زي ما هو انا باعتبر انا باكلمك عن اللي فاتي اصداد زبريم انا ما باعتبرش اللعيبة خدت مونت عشان تلعب الكاس وعشان تلعب السوبر اللعيبة دولين ما خدتش راحة جم من المنتخب على ما خدوش فعلا ما خدوش خدوا اربع خمس دياب فانت حتشوفهم هما مش مرتحين برضو ايه الفايدة انا كنت عايز بعد ماتش المنتخب وقف خالص النشاط الكروي تماما لمدة تلات اسابيع وابتدي باللي انت عايزه بقى كان زماننا دلوقتي عدينا الموقف ده ها وكان زماننا اللي عبتنا ارتاحت سبعين في المية مش مية في المية لان فطرة الراحة كان ينبغي نعمة تقلش عن خمسة واربعين يوم مش هنقدر نعمل كده خليهم خمسة وعشرين يوم عشرين يوم انما مش خمسة ايام لك خمسة ايام انت مرايحتش حد ها انت عملت طايم قوت بالظفت نعمل احنا كمان طايم قوت ونطلع لفاصل وبعد الفاصل هسأل المهندس عدلي بكل وضوح وصراحة الاهل خسر السوبر ليه بعد الفاصل اهلا بحضراتكم جديد بعيدا عن التهوين والتهويل والمبلغة وحتى النسيان خلينا نكون اكثر صراحة معه حضراتكم ليه الاهل خسر ماتش السوبر قدام طلاع الجيش حتى وان كانت الخسارة بركلات الترجيح لكن الاهل لم يسجل فاستحق طلاع الجيش احراز اللقب ليه وكأنني اعلم ام وانا مش قلت لك عندما تحيرك الاسباب بعد الاخر بالاسباب اداريا عملت للفريق كل ما يتمناه لجهاز الفني كل ما يحلم به او لا يحلم به وصل الى درجة التكريم هل الطبيعة البشرية انك انت لما تقول لواحد متشكر بتهمده مش بتحفزه هل انت محتاج تقول لانسان عاقل يعيش ويمتهن هادي المهنة وعارف ان ارتباطه الشخصي كل ما يكسب بطولات هو بيعلم معها وبيحقق مكاسب محتاج تحفزه ولا مفروض ان الدوافع تبقى ذاتية من جواه ورغم هذا انت عملت المتصور انك تقدر تحفزه بيها انت شوف التالي ما تجيد انا هكرمك انا هضعف لك المكافآت بس اعمل اللي عليك يا اخي ايوة كده برافو هل دي مع طبيعتنا الشخصية بتعمل حاجة تانية اسئل عمالة ما حيراني ولكن تذكر ان انا وانا باماهد للمتش هده بتقول لك انا متخوف من بطولة المتش الواحد وخصوصا في بداية المواسم ليه وذكرتك بالجيل الزهبي عندما خسره من نفس المدرب بس كان مع حرص الحدود اه من والجزئ كان دايوميها مرضاش وافق للكابتن ابو تريكا يروح دبي اه التكريم بتاع سوبر احسن لعف افريق وراح عليه اللقب ساعة اهدوها لدابيور واعتبرو التاني اي وحاجة بجاجة التاني حتى مه لانه مراحش وخسرنا اه وخسرنا بنتيجة ايجابية في المباراة نفسها مباراة الماتش الواحد بيبقى بيلعبها الفريق اه بقدرات معينة يعني انا لما اكون رايح بلعب بالمراس بلعب بالمراس اه او بلعب بايم ميونيخ بلعبه بالطريقة اللي 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 تلعبت معايا سواء من حرس الحدود نفس المدرب او من طلاق الجيش اه التحفز الدفاعي وان انا ما يخشش فيها جون وتيجي ضربات الجزاء انا وبغتي اه عندما تصل امور لضربات الجزاء اه بتتساوى القدرات والتوفيق بقى اه يعني انت لما شدنا ويصدلك ضربتين جزاء المنطقي انك انت تشيل البطولة اه مش تضيع تلت ضربات اه لكن دي تلت مرة تحصل لنا ان احنا اه ما نوفقش بهذا العدد الكبير من ضربات الجزاء اه ولكن اه المتابع للمباراة شايف الاداء الزهني مش عالمستوى مفيش ربط بين اللعيبة مفيش حلول اتقدمت بجمل كانوا بيعملوها وحفظينها انما هي كلها حاجات فردية اه ما تخدمش حد اه مفيش اه يعني اه يعني شوات شوات حاجات كده تبص تلاقي اه في ماتشاطل وانت جاهز بتلاقي اللعيب هو رايع عن خط بيقطع له اتنين عشان يقابلوا كرة اللي هتروح كل واحد دلوقتي مش سنك كرة تروح له هو مثلا فرص جات لك بس مش كتير بس تعاملت معها ازاي انت مش جاهز هنا زهنيا مش جاهز كفاعتك كتقصايا دي واللي ما عرفش كفاعتك مش في اعلى صورة وعندما يتزمن هذا انك تختلف بقى معها كمان الاجهزة الفنية في تغييراتها فكأنك بتقول برضو نجاز الفني ما عندوش هزيجة هزية الزهنية يعني الغريبة انك انت بتلعب مع حرص الحدود اللي لعبته في الكاس وكسبته بضربات الجزاء ومخرج ونفس بتاعك 3-1 من الكاس السنة اللي فاتت ها ولعبته في الدوري المباراة قبل الأخيرة اللي هي تقريبا حسم الضياعة الدوري من النادي الأهلي بالجون اللي هو ما تحسبش وفيه شك يعني فيه شك الجون يعني انما برضو ما انت انتسبت نفسك تحت رحمة جون زي يده برضو ما كنتش حاسم الحالة البدنية والزهنية والفردية والجماعية للنادي الأهلي مش كويسة منذ الأسابيع الأخيرة من الدوري العام ليها أسباب أنا أعدت أفسرها بالإرهاق الشديد وقلت لك ساعات انها وصلنا ربما بعض اللعيبة إلى درجة التشبع من كرة القدم يعني كرة دي مثلا كرة دي محمد شريف كان عنده سرعة تلبية انه يتعامل معاها لو هو جاهز بدنيا ونفسيا انه يمدي رجله على كرة اللي فاتت اللي عدت من قدامه دي يعني لأ دي يعني حاول هيتلعج لكن أنا بتكلم اللي فاتت لو يقدر يجيبها لنا المخرج الجميل بتاعنا يعني في اللي فاتت قبل دي اللي عدت من 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 ومن محمد شريف لما لما بيكون جاهز بيجيب الحاجات دي على أي حال اذا استمر الوضع بنفس الظروف لأ لازم يبقى فيه وقفة وزي ما انت قلت والذي حتيجي فقرة مستقلة مش عقوبات لأ وقفة مع النفس مراجعة لابد من نقف مع نفسنا لأ لازم ندرس كلنا الأخطاء فين لكن وإحنا بندرس الأخطاء فين طالما كنا بنكرم وطالما كنا بنكافئ يبقى لازم يعني شوف اللعيبة حست ان الموضوع بقى مع صفارة الحكم ممكن نروح فيها اتجاه يعني أنا أنا بصها استاذ إبراهيم كنا بنتكلم في الفاصل وانت قلت لي اللايف ستايل بتاع اللعيبة ما كانش يخليهم يعملوا أحسن من كده اللي هو مقصود باللايف ستايل إيه انت بتعمل إيه في نفسك في نفسك في حياتك بقى مش في الملعب انت في الملعب هديك بتتمر طب انت برى الملعب بتعمل إيه بتصهر بتخرج بترخرخ بتعمل حاجات مش مفروض تتعمل وانت لعيب كورة وعندك تحديات كبيرة ممكن يكون ده وانا قلت لك ساعتها ان اللعيبة زهقت ده انا قلت الكلام ده من شهرات مش دلوقتي زهقت وشبعت وتشبعت اللعيبة كانت محتاجة راحة سلبية مهما كانت التضحيات اللي حنعملها يعني انا كنت اتمنى ان ااخد المغامرة والمخاطرة في ماتش السوبر ودي كل اللعيبة وخصوصا الدوليين راحة سلبية لمدة انا بقى كنادي قالي اسبوعين او ثلاثة ولو ان ساعتك كان حيتقلق انت بتدي اللعيبة بتضحي بطولة لكن انا عايز اكسب عايز اكسب الموسم الجاي عايز اكسب اللعيبة دي بعد كده اللي احنا فيه ده مش هيوصلنا اه كور الحاجة القرار مش احسن حاجة ده دليل ان الزهن مش صافي طيب ازن المهندس عادلي واقف باهتمام عند فكرة الاستعداد الزهني لللعيبة ما كانش في افضل حالة وخلينا نقول يا جماعة بعيدا بقى عن تفاصيل المباراة وبعض الفرص اللي لاحت وازاي ضاعت ده فريق النادي الاهلي وعشان نكون اكثر صراحة زي ما المهندس عادلي اشار الاداء في كتير من مباريات الموسم بالذات فيها تقصير من الدوري عندكو تقصير كبير في اخطاء فنية كتيرة من المدير الفني في اخطاء كتيرة جدا من اللعيبة في خطأ حقيقي ان احنا ما بنتعلمش من الدرس اخطأنا بتتكرر اخطأنا بتتكرر بجد وده خطأ كبير كمان ومكلف انا ممكن اغلط وليس العيبة ان تخطئ بس مدى استعدادي للتعلم من هذا الخطأ للي جاي عشان اقدر اتدرك لانه كل البشر هيغلطه وكل اللعيب هيغلط لكن انا لما اجي الاقي انا لعبت ضد طلاع الجيش ضيع من الدوري او واحد من اللي اسهمه بشكل واضح في ضيع الدوري عم حميد بسيوني ما عملش اي حاجة غير انه تكتل بشكل كبير جدا في نص ملعب وعنده دوافع وعنده رغبة في انه يوصلك لضربات الجزاء حصلت في الكاس وحصلت في الصومة عنده حاجة اهمة من منا كنت اه ما عندهش لعبة دوليين ففريقته واخد راحة وجاية جاهزة واقفة جزئية الاعداد النفسي والاعداد الزاني دي مسألة فيها قصور شديد جدا لانه لاعب النادي الاهلي لما يلعب على بطولة لازم ان يبقى عنده درجة الشراسة والحماسة اللي تقدر تأهله فعلا يمثل للنادي الاهلي مش هقف كتير عند حتة الاجهاد البدن ومش قادر في بداية الموسم لا انتوا على درجة عالية من الكفاءة بدليل النادي الاهلي ضمكو وإداكو الفرصة كان المفروض الخبرات تعود دي لازم الشراسة تعود دي الخبرات تعود دي الروح العالية تعود دي ده مش موجود وده ودي المشكلة ان انا مهما كانت المسألة على الكفاءة الكواليت عالي المهارة عالية لكن الروح مش موجودة بالدرجة الكافية الشراسة مش موجودة حتى في الالتحامات الاسرار على المكسب مش موجود تقدير المنافس والخف من اهمية المباراة مش موجودة انا شفت لعيبة كتيرة شفت لعيبة كتيرة في النادي الاهلي الادام حتى في الاستوديو التحليل كابتن ايمن شاوي وكابتن عالميهوب واسامة واحمد بلال كله قال لما كنا بنسانتر كنا بنحسس الخصم ان احنا هنكسب انا جاي عشان اكسب الروح دي ما كانتش موجودة وبالتالي حتى بالنسبة للمنافس لما يقابلك تاكتيكيا كوبي بيست من اللي حصل في المطشين الاخرى يبقى انا عندي مشكلة فنية عندي مشكلة تاكتيكية في التعامل مع مدرب منافس بهذه العقلية بيلعب بنفس الطريقة وانا بوصل معاه لنفس النتيجة اللي هو عايزها مش اللي انا عايزها هل ده خطى في اختيار العناصر اه في وجهة نظر فنية اخرى انا لما يبقى عندي فريق متكتل وانا تقريبا مش لقي مساحة اتحرك فيها بين صفوفه محتاج اللاعب الدريبلر اللي يجب ياخد الكرة ويروح في الاخر كلانا يقع اصحاب المهارب هم اللي في الملعب مين اللي عندي مهانس عدل اشار ان اللاعبه وكده طب فين الباقي من عندي واحد عند واحد زي احمد عبدالقادر وعمار حمدي الاثنين انت جايبهم بمهارات عالية جدا وعندهم دوافع عندهم الدوافع وعلى فكرة اهم عنصر ثبت في الكرة عمتا الدافع انا لو ما عنديش دافع ان انا اذاكر واتعب واشأ عشان اتفوق مش هذاكر ولا هتعب ولا هتفوق حيجي واحد يقولك بس حقولك بقى اللي شايف الأمور من منظور اخر يقولك ربما يكون خايف في نازل العناصر الجديدة ويخسر فيحرقها زي ما ما حيتقال شوف اقدر افهم ده بالنسبة للعيب الاجنبي يعني يعني انه هو يصبر شوية على لويس مكسيوني ويددله الشوت التاني جزء مع انه لعب مبشر جدا والناس كلها انبسطت من بدايته بس هو صبر واستنى عليه للشوت التاني على ما يقدر يحتاجه كلام ده ممكن يكون للعيب الاجنبي اللي جاي غريب على الكرة المصرية لكن هو احمد عبدالقادر ابناء الدور المصري اللي لعبوا ضد طلاعي الجيش عشرين مرة وضد كل الفرق دي كتير وحفظينهم انا بتكلم على القدرات الفردية المناسبة لظروف المباراة عشان بقولكوا الاعداد مش كافي متطمنين اكتر مشغولين اكتر ايه اللي حصل خلينا نعتبر ونتفع على انه في خطأ في خطأ مشترك خطأ مشترك في الترتيب في الاعداد في الاستعداد في التعامل مع المباراة والاهم من كل ده كل ده على فكرة كان ممكن لو لعبتنا عندها الشراسة الكافية والشراسة اللي لازم ان ترجع ايه المتطفقين لان هي غيابها مش نتاج المباراة الاخيرة بقالنا فترة لا بقالنا فترة في نفس الشراسة وروح الاهلي قال لي قوي عند عدد كبير من اللعب وقد اتفقنا على هذه الاسباب اه كيف هيكون يا علاقة انا شايف اه ان الامور جمع ما بقولك يا فرحنين قوي يا زعلنين قوي لما بنفرح قوي ما بنشوفش العيوب ولما بنزع القوي ما بنشوفش المزايا وبنعايزين نطار بقدينا ونعيد بناء نعمل ايه اين نحن بين اطرفاء المقاص او التطرف هنا التطرف هناك رقم واحد لازم ان يبقى فيه ثقة احسن من كده شوية الجمهور كان مد الجهاز ومد اللعبة ثقة كبيرة جدا لفترات طويلة السقة دي اهتزت وده كلام خطر على فكرة استدرجنا حيث اراد لنا الاخرون فيه تكسير فيه هجوم فيه 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 حاجات كتيرة قوي ما اعتقدش ده مجاله لكن زي ما مطلوب من الجمهور انه يرجع يسق ويدعم ويساند مطلوب من مستر موسماني وجهازه الفني مزيد من التركيز والجدية وتدوير الفرص ما اعتقدش انه من الصح ان فيه اي لعيب في التيم يشعر انه ما كانه مضمون دي نقطة الخطأ والخطأ او انه ما فيش غيره او انه ما فيش غيره افشة فيه عشرين لعب يقدر يعوض افشة افشة لعيب مهم جدا وتطوروا ليه دور كبير جدا في اداة اله او على الاقل لكن تدور لكن هو لازم يشعر بالمنافسة لانه هو نفسه يقدر شيل العبء ده اللي امتى بالزبط لازم يشعر بالمنافسة كان عندنا ناصر مهر وزال موجود احمد عبدالقادر احمد محمد محمود يعني فيه عناصر كتيرة جدا تقوم بدور صنع اللعب بكفاءة اولا تريح افشة وسانيا تحسسه انه مطلوب مزيد من الراحة والتركيز عشان تقدر تواصل عشان افضل اعتمد عليه هو الوحده مع اهميته هستهلك وهقضى عليه فبالتالي تدوير الفرصة بين كل العناصر تنشيط الدوافع لاعلى حد لا يجب انه فيه لعيب في الفريق يشعر انه ملوش بديل ولا يجب انه فيه لعيب يشعر انه بعيد عن الفرصة الفرصة لازم ان تكون قريبة من الكل والرك على الافضل والانسب حسب الخواجة ما هو عايز يدي له الفرصة لكن فكرة ان انا لعيبة حاسة ان هي بعيدة قوي ولعيبة حاسة ان هي ضمنة قوي ده الخطأ والخطر في وجهة نظري وده حصل اه طبعا طبعا ان انت في ظروف كتيرة جدا لعيبة في اقل درجاتها مش في القدرات في المستوى في الحالة النفسية والبدنية والزهنية ناس مش قادرة خلاص سواء مش جاهز او مجهد في الحالتين لازم ان يبقى فيه حد بديل جاهز ويقدر يقدي لانه في الحالتين انا هستفيد بالاتنين فاعتقد تنشيط الدوافع لأعلى حد ده مطلوب جدا مزيد من التركيز وتدوير الفرصة بين الكل دي مسألة مهمة جدا اتقال كتير قوي انه مصر المسلماني ومدرب كبير يعني لو فكرناكم بكل اللي الناس قالتوا عليه اول ما جيه والنتاج الكبيرة اللي عملها حيبقى الكلام مهم جدا في صالحه لكن في نهاية المسابقة اللي فاتت وهو مسافر قال انا خلاص دفعت رسوم المدرسة ما يعني انه فقدان الدوري كان نتيجة انه ثقافة المسابقة المصرية ما كانتش عنده خلاص اتعلمتها وشفت مفاتحها افريقيا ما شاء الله عليها في المباريات التقيلة تقدر تتكل جدا على مستر مسماني ليه المطشات المحلية بيحصل فيها هذا القصور رأيي المتواضع جزء من عدم الاعداد والاستعداد الجيد والتخطيط المسبق للمباراة هو لازم يشوف المنافسين بشكل كويس قوي لازم يستبعد من زهن اللعيبة انه ده فريق أولير وده فريق كبير صغير لازم الكل يكون عنده درجة الجدية والتنافس الداخلي يبقى موجود لو اتفرج على طلاع الجيش ازاي لعبه من ثلاث أسابيع ما اعتقدش كان هيتعامل معاه زي ما اتعامل فحطة ان انا اتطمن دي مسألة خطر جدا ليه الجهاز ومستر مسماني بيجيد جدا قدام الفرع الكبيرة بيحصل تركيز كافي بيحصل اعداد كويس بيقراهم كويس قوي بيفحصهم تكتكيا وبيختار العناصر اللي قادرة مع طبعا حتة التأهيل النفسي ان لعبتنا بتبقى في اعلى درجات التركيز ده لازم نستدعيل للمسابقة المحلية لانه ما اعتقدش ابدا جمهور الالي سعيد ان انت بعد ما خسرت الدوري تخسر السوبر برغم زي ما المهندس سعاد اللي قال انت اخدت بكل الاسباب وفرت كل الدعا جبت كل اللعبة حققت للعبة كل اللي هم عايزينه كرمتهم شكرتهم رفعت الضغط من عليهم فاضل بس هم يرفعوا الضغط عن نفسيهم بمزيد من الجدية والشراسة لازم الفريق يرجع يكون عندهم شراسة اللعبة شوية يرفعوا الضغط عن نفسيهم اصبحت بصراحة مسؤوليتهم لان في حاجة مش في ادنا مهما نشدت الجماهير حيظل هناك قطاع ده سقفته سواء بوعي او بلا وعي او بحسن نية في ناس بساعة ما تخضب عايزة تقول فتقول اللي هي عايزها يعني توصل هناك تقصوا على من تحبه يعني فيه اب يحب ولاده اول درجة ان اللي يعمل فيه مغلطة يعنفه ويحبسه ويحلق له شعره ساعات عشان منزلش من البيت لانه خايف عليه من كتر الحب يعني وممكن يميد ييده عليه يحرمه المصروف كلها حاجات فيها قصوة لكن بيحب طريقته في الحب كده فيه واحد تاني متفاهم يقعد معاه يجيبه ينقشه بوعي يتبادله المعلومات يديه له النصيحة والتاني لو عنده ادراك حيستوعبها لو ما عندهش ادراك يبقى انت بتحرط في الماية تجرب طرق تاني فانا شايف ان احنا مش هنقعد نناشد الجماهير طول الوقت لا خلاص الجمهور له ما اسمع لي بس وانا بسيبني عشان ما ايه ساعات لما بابطروا الكلمة وكأن الله تقربوا الصلاة انا عايز اوصل لحاجة مش عايز افضل ان انا اناشد الجماهير اللي بعضها هستجيب وبعضها لان يستجيب فتفضل اللعيبة مركزة مع مين اللي ما بيستجيبش وتبتدي برضو هي حتتأثر يبقى انا في ايدي مين اناش ده اللعيبة او اللي اجهزة الفنية اذا كدتو تقدروا تبعدوا على السوشيال ميديا وده مش هتعملوه هتبعدوا اذا كدتو تقدروا تنضجوا الى مستوى انك تستوعبوا ان اللي بيهاجمك ده مش قد يهدك بقدر ماهو زعلان منك وحيرفعك فوق تانيا في السماء ساعة ما تدي له اللي هو عايزه تقدر تعمل كده لازم تدرب نفسك على كده تبقى محترف حقيقي انما بقى لو قلنا الضغوط ومش الضغوط والكلام ده مفيش حد يضمن لك حاجة مفيش حد يضمن لك حاجة الجمهور زي ما بيحبوا قلنا لك بتطرف بيزعل بتطرف فانت مش هتستمتع بالحب المتطرف وتزعل من الغضب المتطرف دي معادلة لازم تاخد على بعضها مش هتقدر تفرزها يعني فاللي احنا بنقوله النهاردة ده ليس هجوما ولكن تحليلا احنا متضيقين زينا زي الجمهور بس بنعتبر نفسنا في دائرة المسئولية ما نسمعش الغضب ان يقودنا طيب ما هو يعني المباراة طرفين الاهلي لم يستحق الفوز لماذا فاز طلاع الجيش لانه عمل عكس اللي الاهلي وقع فيه استوقفني جدا محمد بسام حرس المرمى قال انا تفرجت على ضربات الجزاء اللي الاهلي نفذها في مباراة الكاس فقلت مش هيخرج لو وصلنا للحل ده مش هيخرج الامر عن نفس المجموعة نفس المجموعة بنفس الطريقة فقعد تتفرج كتير هو بدر بنون بيلعبها فين بيلعبها على شمالي شيريف بيلعبها هنا آآ قفشة بيلعبها هنا طب ما هو دول نفس العناصر اللي حيسددوا فذاكرهم كويس قوي وده الفرق بقى في حدة الاعداد والاستعداد ألاقي باسيوني عبد حميد باسيوني الراجل بنى كل شغله ازاي يقدر يتجنب استقبال هدف وازاي يقدر ياقد أطول فترة يستهلك فيها الآن بس وصلوني للضربات الجزائية ملكوش دعوه بس ولذلك هم سجدوا أول مواصلوا للهيئة المية وعشرين دقيقة خلاص تحقق لهم ما أرادوا مستعدين بشكل كويس وهم وباختهم بقى لكن النتيجة انه واحد تعامل تكتيكيا بهذا الشكل ازاي يقدر يخنق الجيم سمعت حد بيسأل أحمد سمير وأحمد سمير اللي عيب كويس قوي بيسألوا هو مين رأس الحربة كان عندك قال له والله أحيانا كان ميده جابر أحيانا يعني الفريق مش متكل أو معتمد على أنه عنده رأس حربة هو بس المهم خلينا هنا خلينا هنا هو ده اللي عايزه وده اللي وصله فاستحق انه هو يقدر يوصل للهدف بتاعه اللي ساعده عليه انه يكون عنده حارس مرمى مذاكر المنافس حارس مرمى بقى هم قاعدوه ازاي هو استعد لنفسه كده عايزه روح لأهل قالوا له ما تفكرش إلا لو جبت لنا السوبر فأصبح كل حلمه إن أنا ربنا وفاني عارف أساهم فين نجيب السوبر هيكون هو السبب الأول والأهم فين نجيب السوبر يعني بناء الدوافع رغم إنها تقالت يعني أنت كان لدي يبقى عندك جرس انذار لما حارس يعني يطلع بسام قبل الماتش يقولك وعدوني إن أنا أمشي لو جبت السوبر يبقى أنا كمان أتوقف بجدية عند التعليق تا هو بسام ده هيعمل إيه في الماتش أي طب هيعمل إيه في ضربات الجزاء وهو الاحتمال اللي أنا وأنا متأكد إن دي ما كانتش غيبة على المصر المسلماني مهما مهما قلنا لا عارف إن المنافس أمله الأكبر إنه يوصل لضربات الجزاء عارف طب أنت كمان كمان تكلمت فجأة تغير الأفراد طب لو لعبت بنفس الأفراد يغيروا الطريقة أه غير الأفراد والأفكار لا لو أنا لعبت بنفس الأفراد أغير الأفكار أنا الفرد بقى بالضبط بشوت هين أعملها كده هو ليه درامات الجزاء اللي جوم الكبار أنا قلت لك قبل كده أن أتفرجت على بطولة العالم مرة وكان زيكو قاعد احتياطي لعب البرازيل وليه أبو ماتشو يعني برضو عملوا كده ضيعوا عشرات الفرص لما جوم عند الدربات الجزاء حطوه آخر واحد يشوت كرة اللي حطها في السماء دي أطاحة بها لأنه هو نازل أول لمسة له في المباراة كانت الكرة دي بدر بلوب أول لمسة له في المباراة في الموسم الجديد كانت الكرة دي يعني أنت لم ينخرط في المباراة يعني قرار مش موفق وباجو أضاع على على أطالي بطولة عالم روبرتو باجو كل عظماء الكرة ضيعوا بنينات ده هم العظماء اللي بيضيعوا لأنه هو بيبقى فاهم إن اسمه كفاية إنه يعمل أي فكرة تيجي على باله تيجي جون صحيح واخد بالك ولذلك تبص تلاقي إن معظم الهدفين بتوع ضربات الجزاء من خط الدفاع هو ليه كان كابتن شادي ولا كابتن سعد سمير ولا ما ضيعوش ضربات جزاء ده ولا شادي فإحنا ما استعدناش في ضربات الجزاء وكأننا كنا رهانا إن إحنا نخلص في الوقت الأصلي وده ما حصلش وزي ما كانت الدوافع عندنا ضعيفة جدا كانت الدوافع عند طلع الجيش في أعلى درجاتها مش بس محمد بسام لا كل اللعيبة بالذات عمل وصفقات كتيرة على فكرة أنا بس على كلمة الدوافع لأن دوافع غير الاستعداد أو الاعداد دوافعنا مش ممكن تكون ضعيفة دوافعنا أنك تبتدي ببطولة أستاذ إبراهيم طيب إنما استعدادنا هو اللي مش مش بالطريقة السليمة يعني دوافع أنت عايز تكسب مية المية بس عملت إيه عشان تكسب مية المية في فرق بين الدوافع العام والدوافع الشخصية الدوافع الشخصية كل لعب في طلاع الجيش عنده دافع شخصي الناس لسه جاية على الفرق الجديد في صفقات جديدة عايزة تثبت نفسيها وناس عايزة جاية لها عروض زي بسام أو غيره عايز يثبت كفاءته لأنه موعود بحاجة معينة الحاجة التانية دوافع الفريق كلها على بعضيها إنه عايز يعمل أول بطولة في تاريخه طب عمله إيه عمله إيه معلش فتركيزهم في الماتش في إيه تركيزهم في إيه في الدفاع بس هو اللي طلب منه كده لو قلت للأهلي دافع بس قدام طلع جيش ممكن تاني عملوها لكن هو في مهمة أسهل من مهمة دي ما لاش دعا بالدوافع لكن الاستعداد هو استعد القدرات وبالطريقة دي ليوصل لهدفه أفضل منك ما هو أنت لو ما عندكش الدافع والرغبة مش هتقاتل كده مش هتدافع بالقتال ده هو ليه مركز قوي في الدفاع عايز يوصل لهدفه ماشي ماشي يا أستاذ أبراين مختلفين هنا بقى مختلفين في تفسير الكلام اللي اتنين عايزين يكسبه والأهلي مية المية كانوا بقولك لا دي فرصة لو سألت أي لعيب قبل الماتش كان هتكلم الكلام إيجابي جدا كويس بس ما استعدش لتحقيق هذا بالأسلوب الصحيح لو كان هو فكر في السيناريو وكان ينبغي أن يفكر في السيناريو كل لعيب يفكر في في الموقف اللي حيواجه أني حواجه شراسة جامدة جدا وتكتل ملتازم جدا أعمل إيه لدي مية وعشرين دقيقة طيب نقعد مع بعض ونعرف نعمل إيه حتى كل ثلاثة أربعة بيعملوا جملتين ثلاثة في الحالة دي نعمل كذا وهو المدر بيقولك طب لو أنا بقى ما في عنديش مساحات ما أنا حتطر للعيب المهاري مين اللعيب المهاري اللي عندي فلان وفلان وفلان وكهرباء ومش عارف مين دي اللعيبة اللي عندها الحلول اللي ممكن تخش جيب لك فاول على المنطقة ضربة جزاء صحيح ترقى الصرئيسة وتلعب لعبة تكسر التكتل ده على فكرة ممكن تعمل كده ما توصلش الهدفك برضو ولكن الأخذ بالأسباب صحيح احنا في هذه المباراة ماخدناش بالأسباب الصحيحة عشان نفوز بيها هما حطوا كل طموحهم يوصلوا اللحظة وده مش اول موقف زي ما عليك عملها معك مرتين في الكاس اتعاملت فينا وهم حتى لما اتعادلنا واحد واحد استنى اللي فاتت بس على اللي جيبنا جون بس دخل فينا جون برضو كانوا بلعبوا بنفس الزهنية دي ان انا ما يخشش فيها جون بس دخل فيهم جون فهجموك انت بقى انا عايز اقوفين شوية من قبل ما اطلع الفاصل لان هي دي مشكلتنا في الأسبابع الأخيرة وكأنك جبلت على ان لا تدافع لما روحت كاس العالم وطررت دافع عرفت الدافع لكن وانت بتلعم حتة الاستعلاء والاسترخاء باطمئنان حيامل فيا ايه ده ايوه فتبص تلاقي نفسك شعرية تروح للاستهانة زي ما انت قلت تغلط نفس الغلطة ان تتضرب من العمقه اربع ماتشات تبقى متقدم ويجيبوا فيك جون التعادل وفرق نسبة الاستحواز بتبقى سبعين ثلاثين ولا لازم اه لا وجبت الجون يعني الماتش ده انت ما جبتش الجون ويجوز لو جبت الجون كنت برضه اللي عمت ويجي فيك جون التعادل لانك انت مش مهيئ نفسيا ان انا ممكن اقاتل ضد الوقت تاني كرة اليد كرة القدم فيهم نفس السمة لما انا متقدم وفي اللحظات الاخيرة يبقى عديوي مش النتيجة انا متقدم يبقى عديوي الوقت لان لو خلص الوقت في اللحظة دي انا كذبات طب ازاي يخلص الوقت في اللحظة دي ان انا ما خليش الكرة للخصم الجون اللي يجي فيا احتمالاته بعيدة جدا ما عملش فاول حوالي المنطقة ادافع 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 ك pup ifs عدم التركيز يوصلي ايق حد اعمل خمس اخطاء خمس اخطاء في الجون بتاع بيريمت بتاعها دين سانية خمس اخطاء افشة ان Alg 70 بها بكريت مالا بان unstoppable وكما ولقت Selectability كله وش الجونه ان افشة لو خد الكرة دي وددير وقد سجمال الفر يلف باس مكانش حد يضغط عليه لكن هو فاهم انه بيضيع وقت بس بيضيع وقت وانت في اتجاه مرماق انت ضاغط نفسك فرامي اتزنى فيزقها فيضطر ما يزقها تروح بشكل لبردو مش مستنيها كده او مستنيها بيسترخاء لانه اعتبر الماتش خلص ما احناش متخيلين الطعن حتيجي ازاي لكن لو خفنا هو ليه بنقول لو خف سلم انا بطمن على الاهلي لما الاهلي بيخاف ايوه بيركز جامد بيركز فبيأمن صحيح احنا ما خفناش الماتشات كلها اللي راحت مننا ما كناش خايفين فيها جيبنا اللي جوان يا راجل ده احنا تقدمنا مع الجنة ثلاثة واحد وفي ايه فاضل خمس دقايق صحيح ده كان كلام مهم جدا نتمنى انه لا يتكرر تاني اما اعدائي فانا كفيلهم بهن بعد الفصل اعلا بحضراتكم جديد شفنا الاسباب والظروف والتدعيات اللي قدت الى انه الاهلي يفقد فرصة احراز لقب سوبر كان في المتناول وطلع الجيش ركز وسعى ودافع وتمسك وحقق اول بطولة في تاريخه ودي كانت مسألة كافية جدا لتكون دافع لهؤلاء اللعبين لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربان اما اعدائي فانا كفيلهم بهن الشطر الاولاني اللهم احميني من اصدقائي اما اعدائي فانا كفيلهم بهن ده كلام مهم جدا لعل يكون على لسان حنشوف لسان مين مين اللي ممكن يقول لما يشوف الكلام ده اما اعدائي فانا كفيلهم به فترة اللي فاتت طلع الاستاذ باكر سليم ده رجل محترم واحد من المسؤولي نادي مصر المقصة قبل مصر المقصة ما تتغيره ترجع لهودي في الفيون لكن طلع الاستاذ باكر سليم وهو شقيق الدكتور اسماعيل سليم نايب رئيس نادي الزمالك ومدربه الكبير في كرة السلة سابقا والاستاذ باكر واحد من قيادات نادي مصر المقصة الفترة طويلة مع اللوام حمال عبد السلام لكن طلع الاستاذ باكر سليم يتحدث عن صفقة مهمة بين الاهلي والمقصة والعين الاماراتي عن حسين الشحات الاهلي اشترى الشحات بكام يا استاذ باكر قول حسين الشحات اتباع لنادي العين الاماراتي الاماراتي خمسة ونص مليون دولار اتباع من نادي العين الى النادي الاهلي بمية خمسة وتمانين مليون جنيه مية خمسة وتمانين مية خمسة وتمانين مليون جنيه واحنا كان في العقد بتاعنا ان لنا مبلغ في حالة بيع حسين الشحات تاني يضاف لنادي مصر المقصر أخدتوا المبلغ ده؟ طبعاً لقوا فيه حتة برضو مهمة برضو لازم ندي أصل الرقم ده يعني دايماً اجتهد البعض عشان يوصل للرقم الحقيقي صفقة حسين الشحات في حركة الأول مرة بتعلنها أنه 185 مليون جنيه ده الرقم الفعلي ده الرقم الفعلي اللي احنا خدنا فيه النزمة بتاعتنا ها هاي تقول لك والله براوة براوة والله براوة بسم الله ما شاء الله أستاذ باكر سليم راجل أنا يعني أنا بحبه بس هي وسعت منه وسعت جامل أنا عايزة بس أسأل لأستاذ باكر هو الدولار حداكه بكام يا أستاذ باكر أنا عملت الحزبة كده طلع أن الدولار في مصر للمقاصة ب37 جنيه اضعت أكتر من اضعت ب37 جنيه مش ب15 أو 16 مش ب17 هو أتاكن ب17 يعني وقت حسير الشحات كان ب17 فاحنا بيعنا احنا دفعنا خمسة مليون دولار إلا إذا فيه حد كان ب16 أه أه كان ب16 أه أنا أقول لك الرقم الرسمي أه 16 16 16 في خمسة بـ 80 مليون جنيه 80 مليون جنيه 80 مليون جنيه فقال لهم الخمسة مليون دولار يبقوا ب185 مليون جنيه أنا حسبتهم لو أنا قاعد طلع الدولار بسوا 30 جنيه والله العظيم براه يا أستاذ باكري وخدت كمان منهم وبعدين وهو يتحدث قال لك أنا أبطت خمسة ونصف مليون دولار من العين من العين بس هو هتحدث بالجنيه الأهلي دفع 185 مليون جنيه يعني العين خد من أنا دفع لك إنت بالدولار وخد من أنا بالجنيه المصري ليه المنطيق دي كإنت بالمصري وياخد من أنا بالدولار أه لكن ماشي اللي أنت خدت أنا معرفوش أه أنت خدت دلوقتي في سنة ونص خمسة ونصف مليون دولار منه وهم خدوا مية 85 مليون جنيه من نادي الأهلي حسبت الدولار إزاي اخنا عطوهم من الدولار من 37 جنيه يا أستاذ باكري قول لي علشان آجي أنا وآخرين نقف طوابير نتعلم هذه اللعبة الرائعة أن من 16 جنيه أقوله نام دولار من سباح اللي يغيزك بقى إنها هتمشي كده مهما قلت له محسبوها لا خلاص كده هي كده حسين الشحات بمية وخمسين لا بمية وخمسين بمية وخمسة وثمانين حتى الزميل أعتقد كان كريم خطاب المستضيف مش كده كريم بيقوله يعني ده أول مرة يتقال السعر الرسمي لحسين الشحات ناس كتيرة قالت أرقام فأنت أول مرة بتصرح بالسعر الرسمي فكده خدت الخط بص يا أستاذ بكري النادي الأهلي وده على لسان وتأكيد للكابتن أمير توفيق مدير التعقدات أنا بكلمك كلام هل سمعني كده إنه بعوب 12 مبلون دولار أنا بكلمك الكلام الرسمي اللي أنا بقولك بموجب هذا الكلام الرسمي لو عندك ورق غير اللي أنا هقوله أرجوك طلعه لأنك تقريبا أنت روحت في سكة تانية خالص الأهلي دفع اختلت عليه في شراء حسين الشحات من العين الإماراتي 80 مليون جنيه 5 مليون دولار دولار أنت ما دفعتش مصر 80 مليون جنيه أنت دفعت 5 مليون دولار أحسبها أما تيجي تبقى 80 مليون جنيه تتحول وده تأكيد الكابتن أمير الأهلي دفع 80 مليون جنيه تيجي تقول الأهلي دفع 185 مليون وإنت خدت الحصة بتاعت المقصة النسبة المقوية بموجب أن هي 185 أرجوك طلع ورائك أنت ما بتتكلمش في فرق مليون و2 مليون أنت زودت 105 مليون زودت عن ضعف القيمة فعشان ما يبقاش ده السعر لأن حسين الشحات الحقيقة مش نقص ضغوط ده هي الثمانين والنص مطلعها عينه قال لي كان كل قعدت سنتين كل ملعب ده اللي الأهلي دفع فيه كذا وده اللي الأهلي دفع فيه كذا رغم أن اللي خد الفلوس للنادي الإماراتي مش حسين الشحات لكن كانت جزء من الضغوط الكتير عليه وهو لعب دولي محترم وأعتقد يستحق كل القيمة اللي ممكن تدفع فيه لكن أن أنت تطلع تفتح منك قوي كده بقول لحضرتك بشكل رسمي طلع وراءك إذا كان الأهلي فعلا دفع 185 وانت خدت في مصر المقصة النسبة المقاوية المتعقد عليها بهذا الشكل عصد أنت اللي خدت مش حد تيني فاللي أنت خدته طلع وراءه أنا ليه عندي تفسير أنا أعتقد هو يعني الاختلط عليه الأمر هو جاه يقول يعني أو هو الثمانين معرفش في زينيته إزاي وصلت 185 ما شو أنت يقولك أنا خدنا كده يعني هو أضرب خد كام لا هو هو خد خمسة ونصف مليون دولار لا خد ملعين ملعين خد طب والعين باعوا بخسرة العين كان طالب 6 من الأهلي كان طالب 8 كان طالب 8 بعدين وصل لستة ووقف شوية وإحنا وفصلنا لأربعة ووقفنا شوية وبعدين وصل لخمسة وفصلنا أنا معلومات أنه تنازل ساعتها لا هو اللوم أنا يعني ليه حوالي 700 ألف حاجة كده مكفآت كاس العالم بتاعه اللوم مش عايزة بس دي ماليش دعوة دي مش بتخش في البيعة يعني مش حدوله نسبة هم على دي حاجة في حزبته بينه وبينه بينه وبينه دي فلوسه هو عنده فهو ممكن يكون قال لك الله ده أنا خمسة وخمسة ونص بقت عشرة ونص دي توصل لمية خمسة وتمانين مليون هو حسب تداول الحسين حسبه ازاي بس هو لما يطلع يقولك أنا أبط بس خلاص وريني الورقة وريني الورقة أنا مش هدوره هو التبسط عليه ازاي انت أبط طلع ورقك وغلط لأهلي هاعتقد الكلمة واضح جدا بس كمان الأستاذ بكري قال حاجة تانية تبر الأهلوية الأستاذ الله بكري انت عشان زي مالكاوة عملت غالي ما نشوف كلمة زي مالكاوة يعني عملت غالي في السعب عايز تبقى لنا محمد أبريم باربعين مليون جنيه قلت له محمد أبريم أحسن سنة ألعاب في مصر دلوقتي مسنه 27 سنة والراجل ما يقلش عن أي سنة ألعاب عندك فالأربعين مليون ده مش رخم دلوقتي غير الأسماء اللي احنا بنسمعها وعدنا نتحك تخيل بقى ساتك وفعاً كنت طالب أربعين مليون كله طلبين أربعين مليون بس كان ينزل يعني احنا طلبين بس يعني عشان بعد الفصال يعني عما مع أربعين سيبقى كام خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين طلبنا من الأهل أربعين مليون جنيه لمحمد إبراهيم وبعدين حصل إيه حصل إيه يعني قال لك وبعد كده بعناه مع مجموعة لعيبة يعني كان الأهل وافئ يعني يدفعهم برضو يا أستاذ بكر بقول لك كلام الكابتن أمير توفيق أيوة مسؤول التعاقدات الأهل لما تفاوض على محمد إبراهيم عشان أنا بقولك انت ضرب الأرقام بشكل مش طبيعي يعني أنا في الأولاني عادت أقول إزاي التمانين تبقى مية خمسة وتمانين بس ده منطقي لأن التمانية لما تبقى أربعين يبقى تقدر تعمل ده حقيقة الأمر في التفاوض بين الأهل ومصر المقصة على محمد إبراهيم في مفاوضات لم تكتمل بسبب رأي مستر موسماني لما مسك النادي الأهل مصر المقصة اللي كان بيتفاوض منه اللي هو محمد عبد السلام والدكتور عصام صراج أستاذ باكري كان بره الموضوع بس الاتنين طلبوا لمصر المقصة خمسة عشر مليون الأهل قال أنا مش هتفعي إلا تمانية فضل الأهل عرض تمانية والمقصة بيتكلم اللي هو محمد عبد السلام والدكتور عصام في خمسة عشر طب نقرب طب نعمل في الفترة دي حتى التمانية ما مشيتش لأن جي مستر بيتسو موسماني لأسباب فنية اللعب يعني موجود عندي واحد زي أفشا في نفس المركز هقدر استفيد منه فمانيش محتاجه فبالتالي وقفت المفاوضات عندي تمانية لكن الأهل عرض أربعين وطلبنا معرفش كام ده ما كانش كلام سليم بالمرة أستاذ باكري لكن أعتقد فكرة أما أعدائي فأنا كفيلهم بهم دي مسألة مهمة جدا لأنه لما يتقال كلام الكابتن باكر سليم هنا والزميل كريم خطاب يقول له معنى كده أن ده إعلان عن السعر الرسمي فتبقى خلاص لبقى أنا في أفواه الكثيرين بما فيهم أبناء الأهلي واحد من أبناء الأهلي الكبار الكابتن شاوى عبد الشافي كان بالأمس ضيفا على قناة بي إن سبورت في برنامج الشوت الثالث قال كلام مهم جدا جدا محتاج نعف معه نشوفه أنا بتكلم على الأستاذ بس أعلق قلم صغيرة على الكابتن حمادة أنا حنا ما بنتكلمش النادي الأهلي هي الرؤية المستقبلية للي هيحصل بعد كده الموضوع مش موضوع إن أنا بتكلم على المباراة وموقف المباراة أنا بحمل المسئولية نمرة واحد للكابتن محمود الخطيب اللي هو المشرف على الكورة لأنه محدش بياخد أي قرار في الكورة إلا الكابتن محمود الخطيب ده نمرة واحد نمرة اثنين المسئولية تقع على مجلس الإدارة والمسئولية الثالثة على الجمعية العمومية ده قبل ما نوقع عقوبة على اللعيبة أول مرة في تاريخ النادي الأهلي يحصل إنه رئيس نادي النادي الأهلي بالذات ينزل للملعب ويتكلم اللعيبة في الملعب ويدلهم بعدهما خسرانين بطولة نمرة اثنين أول مرة في تاريخ النادي الأهلي إن رئيس نادي وهو موجود في المقصورة ماتش يخلص ويعاقب الفرقة يعني معناه كلام إنه ياخد قرار بدون الرجوع للمجلس الإدارة وكلام دي كله يعني معناه كده إن المنظومة بتدار بصفة فردية صفة فردية دي في منظومة النادي الأهلي كتير جدا حاجات كتيرة جدا عشان كده أنا بتكلم مش عشان الماتش ده ولا الأزمة دي أنا بتكلم على اللي جاي اللي جاي كان لازم كان لازم الفرقة ولازم نفوق لأن احنا عندنا مشكلة يعز علي جدا أن أسمع هذا الكلام وأختلف مع صديقي الكابتن شعود الشافي اللي أنا بعتز به على المستوى الشخصي وما كنتش متصارن في يوم اليوم حطر أتحور معاه في نقط أختلف معه فيها الاختلاف مش اختلاف شخصي لكن اختلف مضمون مضمون في السياسات هو عاشها يعني هو ابتدى كلامه كابتن الخطيب المشرف على الكور بعدين امتدى قال لك هو ازاي ياخد قرار دون الرجوع للمجلس كما هو مفوض في إدارة شغول الكور هو الكابتن الصالح ما كانش بيرجع للمجلس في الحاجات اللي هي فيها تعاقدات لا كان يعتمد التعاقدات لكن ما كانش بيرجع مثلا في الحاجات الإجرائية العادية التحتيجي تقول ايه ما هو مفروض الغرامات دي تتاخد على من مدير الكورة اه لو كان مدير الكورة بياخد غرامة على الفرقة كان حيروحي اعتمدها من كابتن الخطيب ويعلنها لكن لما يكون لما رضي الجهاز الفني والإداري واللعيبة بيتاخد فيه خرار يبقى المشرف على الكورة المفوض بإدارة الكورة مش محتاج يرجع مجلس الدارة عشان يوقع عقوبة مالية يعني هتصور هذا لكن هو يعني هل الموضوع كما فهمته بيقول لك انا قلوم كابتن الخطيب ما قلومش كابتن الخطيب قلوم مجلس الإدارة وقلوم الجمعية العمومية ايوا هنا بقى هل الكلمة دي تكون مربط الفرص في الموضوع وإحنا داخلين على انتخابات ايه دي طب ليه ليه دلوقتي يتقال هذا الكلام ويه علاقة الكابتن الشاوء في هذا الأمر ولماذا يريد أن يحرد الجمعية العمومية أو ينبه الجمعية العمومية أو ينشط الجمعية العمومية تجاه تحديدا الكابتن محمود الخطيب الرؤية تمشي ازاي يعني ليه دلوقتي ليه دلوقتي وكيف فكر اللي استضاف الكابتن شاوء إن الكابتن شاوء بتحديد حياتي العيولي الكلام ده يعني التوليفة دي عمال أسئلة مش عارفة بفهمها أنا أول مرة أسمع الحديث ده دلوقتي معك هنا بس اتحكيها لي بالتليفون واستغربت استغربت لأن أنا أعرف الكابتن شاوء يعني إنه ممكن تكون في حاجات مزعلها ممكن تكون في حاجات مزعلها ما هو هو كابن من أبناء النادي الأهلي بيحبه بقاله دور مؤكد لكن أنا اللي أعلمه ركابت الشاوء لما مشي من نادي الأهلي كان عنده منصب وهو استقال عشان ننزل انتخابات على ما تصور كان مدير الأكاديمية واستقال في 2017 عشان يتمكن من الترشيح للانتخابات الماضية وقدم الترشيح فعلا واللجنة الإدارية اللي كانت مشرفة على الانتخابات لم تستكمل إجراءات ترشيح وبعدين حصل ما رجعش الثاني لا معرفش أنا اللي أنا شايفه إن الموضوع لا الكابتن الخطيب يقدر ياخد خرار مالي طبعا لعنفرقها يعني هو زي ما المهندس عادلي قال مش الكابتن شاوء وبعدين الفلوس ونبى كابتن شاوء أبو سئدكو يا أبناء النادي الأهلي والنبى عشان خاطري والذي لسا ما ألهاش لسا ما ألهاش آه أنت قلتلي في حاجة تانية آه بس في الفيديو ده يا جماعة لأنها متعلقة بضوابط السياسات مش كلام كده ارتجالي مجلس الإدارة بيفوض كابتن محمود الخطيب بالإشراف على الكورة زي ما فوض الكابتن صالح سليم بالإشراف على الكورة زي ما فوض الكابتن حسن والمهندس محمود طاهر كل دول مجلس إدارة بفوضهم في اتخاذ ما يرونه من قرارات تخص كورة القدم وبعد كده بيعرض على المجلس في أول اجتماع ليه لإعتماد ما تقرر لكن هو ازاي ياخد قرارات وما الميل ياخد القرار والأول مرة أشوف رئيس النادي بياخد قرار فورا بعد المباراة لا لا أول مرة كابتن صالح سليم عاقب لعيبة قبل ما ترجع مصر لأن الأمر استدعى ده وكابتن الخطيب حتى لما رجع اتنين من تنس الطاولة من المغرب ففكرة أن الرئيس النادي عنده هذه السلطة بالذات لما يبقى مفوض في إشراف الكورة لأ عنده سلطة مطلقة ويرجع للمجلس كون أنه هو شايف فيه خلل على أنه هو يتدخل فيه في عقوبة لازم تتفرض دي رؤيته لأنا هقول أنه هو صح أو غلط ولا أنت يا كابتن شايف هتقول أنه هو صح أو غلط ممكن فوجة نظرك يبقى غلط بس فوجة نظر كتيرة جداً بتقدر تدخل الكابتن الخطيب فيه اتخاذ عقوبة ضد اللاعبين نتيجة ما حدث وحنشوف النهاردة عدد كبير جداً من الخبراء والإعلاميين تقييمهم للعقوبات دي كانت إيه بدون اختلاف لكن من حيث المبدع لا من حيث تنبيه الجمعية العمومية دي اللي تحتها عشر خطوط زي ما أشار المهندس عدل بس كمان كان فيه كلام تاني من الكابتن شاوئي نسمعه يعني مسأل أنه نهاردة لما تسيب أحسن فرود عندك برومسنج أنه يحسن فرود في مصر وتسيبه ويطلع إعارة بـ 200 ولا 300 ألف دولار وانت بتجيب لعيب أقل منه بالنادي تاني دافع فيه 28 مليون جنيه وجايب عليه وتلاتة لعيبة معارين لما تسيب أحسن لعي فلوس الملعب عندك اسمه ناصر ماهر تسيبه يمشي بدون ما ياخد فرصته حتى يعني أنا قصدي وجبت لعيبة للأسف الشديد احنا بنتكلم كل اللي بيحصل الإدارة بالذات الإدارة المسؤولة عن الكورة في النادي الأهلي كل اللي همها النهاردة السوشيال ميديا وتحسن صورتها قدام الناس النهاردة لما يطلع أنا مش قادر أفهم كمان أنا بعاقب لعيبة وأنا قاعد في المدرج بعد المباراة مباشرة ده مش إجراء ده إجراء لا هو تربوي ولا هو صح ولا يحسن الفترة اللي جاية وبعدين أنا عايز أفهم إزاي تعاقب مدرب بهذا الشكل لحقا لكل البطولات دي وتخصب منه وتعامله كتلميذ بيتخصب منه طيب المدرب والرجاء الفني طيب ده كاترة زمهم إيه أن يتخصب منهم يا سيد الفاضل أنا برضو لغاية دلوقتي أنا مش عايز أتكلم على الأخطاء الفنية بتاعت العيبة لأننا احنا معرضين أي فرقة في العالم بما فيها ريال مدريد برشلول أي فرقة ممكن تخسر وتخسر نتيجة عدم توفيق أنا شايف شايف أنك إنت حتى البطولات اللي إنت خدتها خدتها وإنت يعني خدتها بتوفيق ربنا هو في حتتين هنا كما فهمت الكابتن شاوي إن تركيزه وإن الكابتن الخطيب خد قرارات منفردا وكأنه يريد أن يقول ده مش من صلاحياته لكن وهو بيقول هذا الكلام هو بيدعم الكابتن الخطيب دون أن يشعر في أنه إنت زي تعاقب مدرب جاب لك كل البطولات دي طيما ده كان قرار الكابتن الخطيب إن هو اللي جاب المدرب اللي جاب كل البطولات إذن الحصيلة إن الأهل جاب كل البطولات دي فإدى مكافآت وإدى تكريمات وإدى حوافز ولما حصل إخفاق وشعر الكابتن الخطيب في الأول إن الإخفاق ده وارد وكان له أسبابه وقف حفز اللعيبة وقال لهم أنا ما احتفلتش بيكم مما كرمتكوش فحكرمكو وربما الرسالة كانت تستدعي إنها تكون مش في حجرة مغلقة لإن فيه رأي عام كان ينبغي أن يرى وأن يقدر اللعيبة دي وإنه شيل الضغط على الناس على اعتبار النقطة اللي الكابتن شوق شايفها إن الناس دي جابت بطولات كتيرة فكان يريد أن يشرك الجماهير فيما يفكر فيه إن أنا حكرمهم ما تستغربوش بقى لإن اللعيبة دي جابت بطولة فيجوز يكون التعمد هنا إن يبقى في الملعب وله أسبابه لكن دي ما دي مفعش بقى بمحل نقط لإنه مفعش تصرف موسيق ده بالعكس كان كلام كله طيب يعني فنفس الشخص المفوض بإدارة شؤون الكرة عندما يرى إنها من وجهة نظره نص كتير شافت إن كان هناك ثم التقصير والتقصير ما كانش لعيبة بس تقصير في الاستعداد للمباراة اللي هي مسؤولية الأجهزة الفنية والإدارية فاتخذ قرار العقوبة لكن إزاي تعاقب مدرب جاب لك كل البطولات دي طيب ما هو يبقى أنت احسب لي الأولانية اعترفت بفضل الخطيب اللي جاب المدرب اللي جاب كل البطولات دي اللي أنت بيتلومه على اتخاذ قرارات فردية قدت إلى إنه يجيب كل البطولات دي ويروح منه لقب السوبر لقب السوبر وأبريها الدول الموضوع وجهة نظر خلاص أنت مستق من سياسة الكابتو خطيب واضحة تحديداً مستق من شخصه أيوة مستق من أن أن أنت مش موافق على تصرفاته بس التصرفات دي أنت وأنت تريد أن تهاجم نسبت له فضل كبير فيه كثير مما تحقق على السياسات اللي أنت رفضها يعني بنفس الإسلوب الإداري اللي أفرض المواقف اللي أنت معترض عليه هو أفرض هذه النجاحات أيضاً لكن لنا ولا أجادله لأن هذا حقه طبعاً وجهة نظر حقه أن يقيم كما يريد قيادات الآلي حقاً يقيم فطرة الإدارة بتاعة المجلس دي وتحت قيادة الكابتو الخطيب كما يريد هذا حقه الرجل ده كان نازل عايزه مجلس إدارة فهو عند وجهة نظر في الإدارة هذا حقه مش عايزين نتجادل في هذا الأمر لكن اللي أنا مختلف مع الكابتن شوق فيه هو ليه كابتن شوق احنا بنعوم على عم الناس اللي عايزة تسيقل النادي الأهل يعني مين قال إن فيه مبالغ أنا سألتك طيب هو هل موجود ترجع لنا المبلغ كابتن شوق اتكلم في ثلاث نقاط إزاي يروح يجيب أولا إزاي يسيب لاعب برومسنج مهاجم برومسنج يروح يحترف بره بـ 200-300 ألف دولار رقم واحده واضح إنه يقصد أحمد ياسر ريان كابتن شوقي رجل مدرب كبير يعني للجيل الجديد الكابتن شوقي كان مدير فني للنادي الأهل سنة 90-91 يعني في مطلع التسعينات كان الكابتن شوقي المدير الفني للأهل فعنده الرؤية الفنية بلا شك هو مسك بعد هارس بالضبط بعد أنور سلامة بين الكابتن أنور وهارس وجب بطولة كاس مصر يعني كابتن شوقي أحمد ياسر ريان الأهل ما بعهوش بـ 200-300 ألف دولار الأهل أعاروا للنادي التركي بـ 300 ألف دولار لكن معانية أحقية النادي التركي في الشرب كام بـ 2.5 مليون دولار 2.5 مليون دولار أحقية البيع لحقا فبالتالي لما أقول باعه بـ 200-300 ألف دولار لا أنا بعيد أوي 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 عن الحقيقة لكن كمان أروح أشتري واحد بـ 28 مليون وعليه اثنين لعيبة لا برضو الأرقام فيها مغلطة كثيرة بهدف الإساءة لشخص الكابتن محمود الخطيب عشان تبقى الأمور واضحة معاني القرار ده كان قرار فني في الدرجة الأولى لأنه رقم واحد كابتن شاوئي هو مدرب أكم من لعيبة رفضها أكيد الكابتن صالح والمجلس وقتها لا يمكن كانوا هيفرضوا على الكابتن شاوئي المدير الفني خد اللعب الفلاني وما تاخدش وما تلعبش اللعب العلاني فلما مستر بيتسو مسماني يقول أنا عندي مهاجم أساسي زي محمد شريف عايز المهاجم التاني اللي معاه يكون عنده خبرات فيفضل حسام حسن عن أحمد ياسر ريان وتتوافق الرغبة مع أن الأهل عايز يدي فرصة الواحد من ولاده النبيهين النبيغين اللي طالعين فرصة الاحتراف الخارجي دي مسألة أعتقد تحسب لإدارة الكرة مش تحسب عليها إنك إنت مبدئيا بتحترم وجهة نظر المدير الفني وبتنفذ رغبته ورقم اتنين بتدي فرصة الواحد من ولاد النادي الشبان أنا شخصيا لو سألتني كنت أحب إن أحمد يسافر لا أنا كنت أتمنى كده بس لو قاعد عشان يلعب آه لكن الخطوة اللي هو اتنقل لها ماشي عارة محلية بالظبط دي خطوة قد تضيف إليه خبرات وتفيدني ويرجعلك ويرجعلك أو ينتقل أو تبقى خطوة بداية مشوار كبير له يبقى عارة بتلتمئة ألف دولار أقول إن هي بيع دي مسألة في أمانة المعلومة مش موجودة رقم اتنين هو حسام حسن الأهل اللي راح اشتراه بـ 28 مليون وعليه اتنين لعيبة برضو تاني علشان أقولكو عدم دقة المعلومات واضح هدفها شخصي يا كابتن شاوي أحمد حسام حسن الأهل اللي اشتراه من سموحة بـ 16 مليون جنيه إيه رأيك بقى؟ يعني 16 مش 28 لكن الإعارة إن الأهل يعير لسموحة بكها مفاهد جمعة المهاجم الناشئ ما ده توجه موجود دايما وأعتقد كل الناس كانت سعيدة إن الأهل يعير لعب زي محمد شريف ويرجعوا من أمبي مهاجم أساسي لمنتخب مصر وأحمد عبدالقادر ويعير عمار أعتقد سياسة الإعارات لو هتقيمها كرأي فن من حضرتك لازم هتأيد وهتسحف للعمل ده وأكرم وكتير وأكرم كتير من اللعيبة اللي المفترض على تقييم الفن حضرتك تسقف للقرار مش إداهم اتنين لعيبة كده على البيعة لكن كمان ختم كلامه كابتن شاوي مش عايز أتكلم على الأخطاء الفردية لأنه دي بتحصل في أي فرقة في العالم وده صحيح لكن جملة ومش عايز أتكلم على البطولات اللي حققوها لأنها دي كانت بالتوفيق من عند ربنا وأنا باستدعي ربنا عند النجاح وباستبعده عند الإخفاق ما هو إذا كان ربنا سبحانه وتعالى كتب للتوفيق طب ما هو في نفس الوقت حاجب عن التوفيق ولا إيه رأيك؟ يعني استدعاء ما كله مشيئة اللابة أولا وأخيرا يعني استبعدت أو استحضرت أو استدعيت توفيق ربنا يعني البطولات اللي اتحققت دي بقدرة قادر طب ما خلاص قدرة القادر ما تحققش لما حصل إخفاق ولا إيه؟ فأنا أعتقد كلام لكابتن شاوي كان محتاج لأنه زي ما المهان سعاد لي قال إحنا يعز علينا دايما وأبدا أن نحن نراجع أي واحد من أبناء النادي الأهل الكبار في أي معلومة والله تحديدا لكابتن شاوي أنت لما تعرفه لا يعني غالبية وبس بيبقى سعاد غضوب يعني بيغضب مهما كان حد عنده غضب شخصي عنده موقف شخصي عنده هدف شخصي عنده هدف شخصي عنده أي مسألة يعني لكن ما يتعلق بالمعلومة وبالسياسة إن أنا أُنكر على رئيس النادي إنه مفوض رغم إنك أنت اشتغلت مع الكابتن حسن وكابتن صالح وكان كل من هما مفوض من مجلس الإدارة بالليش رفع الكورة وكانت تزعى الناس كتير مني إنما مش مشكلة بالنسبة لي أنا هميني النادي الأهلي قبل أي حاجة تانية أنت عندك لعيبة الجماهير والسوشيال ميديا خلتهم سوبر لعيبة هما مش سوبر هما ما يتحملوش يشيروا النادي الأهلي فيه على الأهل سبعة تمانية تسعة لعيبة بالنادي الأهلي المفروض دون مش سوبر المفروض إنك أنت كنادي أهلي وبتور على البطولات وكاس عالم الأندية وكلام ده كله يبقى لازم عندك ثلاثة على الأقل الأربعة لعيبة سوبر كابتن شوقي كابتن شوقي ممكن أن العرفة من هؤلاء اللاعبين الذين ليسوا بلاعيبة سوبر فميش تقل ذكر أسامي إنما أنا بتكلم في أنا 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 بقول لحضرتك حاجة سيبك من الأسامي الناس كلها عارفة يعني فيه لعيبة ما تقدرش تشيل أو تحمل المسؤولية بتاعت النادي الأهلي وإحنا فهمنا السوبر يعني أقول لك على حاجة صغيرة إحنا اشترينا السنة اللي فاتت اشتريت اتنين لعيبة بحوالي ربع مليار جنيه واحد زي حسين الشحات دافع فيه حوالي مئة وسبعين مئة وثمانين مليون جنيه وجايب رمضان صبح لعب تسعة ماتشات جايبه بثمانين مليون جنيه وفي نفس الوقت اللي إنت كنت محتاج فيه إنك تدعم القصة كلها عشان كده بلوم الإدارة الإدارة كل اللي همها تحسين صورتها قدام الجماهين وده الكلام ده ما ينفعش كان لازم وإنت كويس وإنت كذبان وربنا كرمك كان لازم تبسط الأخطاء بتاعتك عشان تصلحها رجعني ثاني الأرقام وده اللي أنا عمال بابا يعني حد قال لي إن الكابتن شاوي ردد برضو رقم حسين الشحات اللي هو مئة وسبعين مئة وثمانين فأنا يعني عشان كده أنا بس ما كنت سمعتها سمعتها دلوقتي يا كابتن ما هو قد دفع فيه خمسة مليون دولار و Правين مليون جنيه ومضى خمس سينية يعني هو يعني الفكرة مابلغ كبير ما بنقولش إنه مابلغ زغهية الظهر في وقتها انت فطرة الانتقالات الشيطوية دي يا ص.. ابراهيم اللي arribaРаж فيها كابتن رمضان بالإعارة وجيه فيها كابتن حسين الشحات وجيه في محمد محمود الذي أصيبه وجيه محمود وحيد وجيه مجموعة اللعبة اللي استطعت أن تأخذ بياد النادي الأهلي أنك سكسب بعد كده الدوري وتخرج النادي من كبوته وتستعيد روناخك وبعد كده الصفقات دي لما جات الحصاد النهار ده أنك تخذت اتنين أفريقيا وواحد سوبر أفريقي ولسه هتلعب واحد تاني وخدت الدوري ثلاث مرات وراء بعض فجابت أقولها زي ما بيقولوا لكن الأرقام برضه لا مبالغ فيها جدا لعملين نتدولها لما تبقى حقيقة بعد شواء دي مشكلة مشكلة جماعة أن الناس سيثبت في ذهن المجتمع هذه الأرقام مئة مليون جنيز محطوطة أوفر كده على ثمن الكابتن حسين لا أكثر ده هو كابتن شاوي قالك الأهلي جاب اتنين لعيبة بربع مليار لا أنا أتكلم عن حسين الشاحات حسين الشاحات برضه تردد أنه مئة وتمانين مليون جنيه لا هي تمانين هي تمانين طيب ها كتير كتير ها بس الظرف وحسين الشاحات وقتها كان وإحنا بنتفاوت كان بيلعب كاس العالم للأن دي فيوصل العين أنه يلعب فينال خلاص رقم وزاد ويجيب جون وتمسكه بيه وإنت عايزه الظرف وصل ولو العين كان طلع من الدور الأولاني ما كانتش الأرقام وصلت لكده لكن العين وصل فينال عن طريق دجاح حسين الشاحات أنه يحرز أهداف كمان كلام كابتن شاوب بنضافة للأرقام اللي هي مغلط فيها جدا جدا ومبالغ فيها للهدف اللي احنا قلناه الكلام على أنه دي لعبة ما تسواش وأن السوبر السوشيال ميديا عملت منهم نجوم وأنه فيه سبع تمن تسع لعبة من الأهلي ما يستحقوش يلعبوا في الأهلي وأنه ما فيش لعبة تقيلة في الفرقة لا فيه لعبة تقيلة في الفرقة بدليل أنه كل مدربين المنتخبات سواء مع هذا الجيل للمنتخب الأولمبي أو للمنتخب الأول الأغلبية المختارة دايما وأبدا للمنتخبين من هذا الفريق على مستوى المنتخب الأول سواء قبل كده مع كابتن حسين البدري أو قبل منه مع المدربين الأجانب اللي حاكموا أن كل لعبتك الأجانب لعبة منتخبات كل اللعبة المحترفين عندك من الخارج لعبة دولية لعبتك الصاعدين منتخبات فبالتالي الكلام على أنه دي لعبة قليلة والسوشيال ميديا عاملة منهم نجوم وأبطال طب والنتاج هل فوز الفريق بدور أبطال أفريقيا مرتين دي كده ضربة حظ ضربة سوشيال هل اختيارهم للمنتخبات مجاملة هل أسعارهم في سوق الانتقالات هل فوزهم بتالت العالم زي ما أنت أشرت أنت مدام بتلعب ووصل لكاس العالم فلازم أن تجيب خامة كويسة ما أنا بجيب خامة كويسة هتقول لي بربع مليار دي أنا لو جبت خامة كويسة هتطلعني بتلاتة أربعة مليار لكن في اللي مختارين دول أنت بتضرب في عشرة زي الكابتن باكرس لي يا كابتن شاوي وبعد كده أرجع أقول لا دول مدام بيلعبوا في كاس العالم للاندية لازم أن أجيب كوالتي أعلى طب ما هو مين اللي راح كاس العالم للاندية هما هما مش الكوالتي الأعلى المحتمل وطلعوا التالت وخدوا بطولة أفريقيا مرتين عشان كده ضع المنطق ضع المنطق خالص في التلات فيديوهات اللي أنتوا شفتوهم وحضرت أشياء أخرى أعتقد الأمور واضحة جدا في مقيل نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضركم من جديد ما تخافش على الأهل طول مصطراحة والشفافية موجودة صدقوني إحنا هنا لا هدف يبتغى إلا مصلحة النادي الأهلي ونتحاسب ونتكلم ونتناقش وفقا لهذه المصلحة ووفقا لحقائق الأمور أنت بتقول العشرين أنا بقولك لا ده هم تمانية تقول للأهل اشترى باربعين أقولك لا أنا ما كانش عرض إلا تمانية تقول للأهل اشترى بربع مليار أقولك لا ده تمانين مليون فقط وهكذا فبالتالي كلها خضعة لأرقام وحقائق نتمنى أنها يتقوم شوكا زي ما نتمنى أن الأهداف أستاذ بريمان عايز أقول حاجة بس في الحتة دي بضحة احنا وضحنا الحقائق اللي عنده مستندات عكس اللي قلنا غير اللي قلنا يقدمها عشان نقول له احنا أسفين وما كناش لكن ما عندوش لكن أي حد حيردد هذه الأرقام هو يكره النادي الأهلي أي حد حيرجع يحدد يردد الأرقام الغلط المبالغ فيها هو يقصد إذاء النادي الأهلي يا جماهير الأهلي تنباهوا هذا الكلام مقصود به ضرب استقرار الفريق احنا وضحنا ومش مستعدين بقى ان احنا كل يوم التاني نرغي في الأمور دي نتمنى ان الأمور تكون وضحت ودلوقتي حنشوف بعض متلسانه عقوبات ام مراجعة البعض شاف ان هي عقوبات والبعض قال هو داي صح هو داي ينفع مبدئيا هي رؤية المسؤول الاول عن كرة القدم في النادي كابتن محمود الخطيب ومؤكد فيما اتخذه من قرارات وفقا لرؤية وفقا لمعلومات ومعطيات كافية ورؤيته هو في إدارة ملف الكرة اللي اعتقد حضراتكم شايفين وصلنا فيه إلى أي قدر من النجاحات والبطولات لو هنعيد كل الناس اللي سقفت لبيبو على كل اللي عملوا عايزين حلقات كتيرة جدا بس استغلال الظرف واستغلال الكرة اللي جات في العرضة هو دا اللي سمح للناس تقول اللي تقوله لكن من المؤكد ان مستر بيتشو موسماني محل تقدير ومحل دعم زي ما قلنا حتى ان الصفحة الرسمية للنادي الاهلي منذ قليل اعلنت عن دعم كامل لمستر بيتشو موسماني لا تنظر للخلف نحن نثق بك زي ما انتوا شايفين لمستر بيتشو موسماني اللي الحقيقة الراجل حتى لما بيتكلم مع اعلام بلاده عنده كل هذا الحب للنادي الاهلي وعنده كل هذا الشغف والامتنان في علاقته بالنادي الاهلي هناك اخطاء هناك اخطاء هناك عدم تقدير للموقف بشكل سليم في بعض المواقف اه موجود ولذلك احنا لما بنقش بنقش بمضاعية بمعنى ايه الثواب ايوة والجزاء بالضبط يعني زي ما انت بتحط النتائج الطيبة تستحق مكفآت واحيانا مكفآت استثنائية واحيانا تكريم ايضا عندما يبدو انك لم تفعل ما هو منتظر منتظر ومتوقع تستحق مراجعة زي ما تقول كلمة عقوبة انا مش مش بس سغها اوي انا لكن لا هي هي مصطرة اعمل كذا تاخد كذا ما تعملش كذا يتخسن منك بالضبط هي هي دي العدل هو دي العدالة زي ما فيه مكفآت فيه عقوبات فيه مراجعات فيه لفت نظر فيه اشادة دي كلها جزء من ادارة الكرة في مصر ادارة اي حاجة اه ادارة اي حاجة لكن هو ليه مستر هل صحيح مستر بيتسو موسماني مدرب المباراة الكبيرة بس هو فيه كده فيه حد ينفع يستقوى على الكبير ويخسر من الصغير ليه الاستاذ حسن السكاوي اللي هو رأيه مهم نسمعه موسماني ناس الموجة زادت عليه بعد الخسارة فهل بترى بانه نوبة الغضب دي منطقية ولا لا دي كورة وخسرت بضربات الجزاء لا بص يعني الاهلي جمهور الاهلي عايز ياخد كل بطولة طبعا وكان محتاج البطولة دي جدا جدا عشان الدورة اللي خسر لانه هو نسي البطولات اللي اتغلت الكاس وافريقية والسوبر والحاجات خلاص بس يعني في جملة بتتقال يعني انا عمري ما اقدر اهضمها يعني ان الموسماني مدرب بتاع المنطسط الكبيرة او المنطسط الافريقية والمحلية يعني الصغيرة مش بيهتم بيها مفيش حاجة اسمها كده مفيش زيبه برضو مفيش حاجة اسمها لعيب هو احسن بديل يعني ميلعبش اساسي ولعيب جامد جدا ينزل يجيب جونفة ربع ساعة اللي بلعبها او يلعب كويس فيبقى دا دايما يبقى اسمه احسن بديل فيش حاجة اسمها كده يما لعيب كورة بلعب كويس لكن هو احسن بديل انه ما يقدرش يلعب اكتر من ربع ساعة ميش ممكن انا قبل دا بدنيا يعني اه بدنيا بقى نفسيا اه يعني اي حاجة منت لكن ما تقوليش انه دا احسن نفس الحكاية بالنسبة للمدربين بيدير المباراة الصعبة ويدير المباراة السهلة والحقيقة ما بيش فكروا حاجة سهلة داي نمرت واحد نمرت دي اتنين اه موسيماني نجح في التعامل مع سان داونز ومع التراجي مثلا واخد بطولة افراط ماشي نما ما نجحش انه يتعامل مع طلاعي الجيش في مطشين صورة بالكربون انت لو لو الابت المطشين يعني لو جت تسيرك كريم تعالى اه اتفرج ايه رأيك في المطش تقول لي يا دا مطش السوبر اللي هو مطش الدوري تعصى بعتش الهوستس صورة بالكربون هتقول لي دا مطش السوبر مش كده اقولك لا دا مطش الدوري بالزبط بالزبط هو المفوض يكون شاف المطش اللي فات بس الحقيقة الاهلي وجمهور الاهلي طبعا خلي جمهور ملوش زنب يعني الاهلي ودارة الاهلي وكل من ينتمي الى دارة الكورة فندي الاهلي نازل مباراة السوبر وهي في جيبه دا حقيق الناس كلها كنتمتمن الجيب دا يخليك مش شرس مش اجريسي مش بتضغط هو الاهلي هو دا الاهلي الاهلي بلعب مباراة بطولة بلعب مش مباراة بلعب بطولة اضغط اضغط هل شفنا الشرسة بتاعت الضغط هل انت عندك مشكلة الفرقة بتدافع اللي قدامك وبتدافع بزكاء شديد وعملوا كده في المطش بتاع الدوري انت معندكش حلول تانية غير يعني انت عارف الاهلي عايز مساحة في ظهر الديفنس عشان افشا يرمي لشحات يرمي لشريف يرمي لطاهر يرمي لأي حد من التلاتة اللي تحت رأس الحرب او من التلاتة اللي قدامه يعني لما اي فريق يلعب الاربعة بتوع خط الظهر بتوعه لما بتتزحم الحتة دي ما عندوش المساحة ما عندوش المساحة ده غير كمان ان افشا اتحرم ان هو يعمل ده لان في خمسة قدام من الاربعة اول افلين كل حاجة علي معلول مجدي كان معاك كان واحد من اللي بيضغطوا عليه جدا ومعاهم ومعاها شين ومعاها احمد سمير التلاتة بيسلموا بعض علي معلول فطبعا علي كل مئة من الكرة عرضية يبقى في حد ضغط معاه فتطلع مش مضبوطة الاهلي عمل تلاتين كرة عرضية في المطشد ده ولا حاجة ما عملش حاجة يعني ما عملوش حاجة لانها كرة عرضية زي ما كانتش قوية و و دقيقة ودقيقة وارتفاحها كويس مش هتستفيد بيها صح بجانب ان المهاجيم الاهلي اقل من عدد مدافعي وما كانوش في حالته ومحمد شفتش في حالته خالص صح انت بص الحالة الفردية بتنعكس او بتبقى جزء من حالة جماعية عشان كده انما شريف فيه كرتين شريف لو كان جاب الجوني الاولاني كان المطشف فتح خالص تتفرقت كتير عشان كده مش همان يغطى بالزبط بالزبط وعدول يا ربي ليه كده بس يا شريف كده شوف ملاخز كلام كابتن حسن او الاستاذ حسن مستكاوي يتطفق مع سردنا وتصورنا وشرحنا ان الاهلي لم يكن مستعدا بشكل كافي لانه كان مستسل المباراة او كان متصور ان المنطق معاه او ان التفوق لصالحه جاية جاية ايوه انما يعني فما عملتش حسابه وزي ما قلنا اللعيبة احيانا احنا مش قلنا ان هو مش حيلاق المساحات عشان اللعيبة بتاعت المساحات مش هتلاقي الكلام ده فاحيانا تكون اصحاب المهارات هم الحل في حالة التكدس قلنا الكلام ده متفقين معاه على كل ما قاله هو اضاف على كل اللي قالنا بيرد على الناس اللي قالوا هو موسيماني بتاع افريقا والمطشاط الكبيرة مش بتاع المطشاط المحلية والمطشاط الاصغر مفيش حاجة كده وانا موافق عليك هذا كلام لكن تقدر تقول ان تركيزه بيبقى بالكامل واه اهتمامه بالكامل في المطشاط الكبيرة المهمة فبيستعدلها بشكل افضل لكن هو كان عليه ان يكون بهذا الاستعداد لانه خلاص واضح يا جماعة ما ينفعش تخسر بطوله مع الاهلي لانه يعني تعرف انت لو بتخسر بطولتين بتكسب بطولتين وتخسر بطول وعندين تكسب بطولتين هي هي الاربع بطولات بس التوزيع ما تبقاش كده بتكومه هنا وبعدين مفروزة هنا طيب الحقيقة مستر تاكيس جوناس المدرب اليوناني اللي كان مع وادي دجلة هذا الموسم سئل في حوار مؤخرا مين افضل لعب في الدور مين افضل مدرب في الدور المصري قال لك بتشو موسماني واعتقد نقل عنه المصري اليوم هذا التصريح ممكن تشوفوا صورة المصري اليوم في هذا التصريح لتاكيس جوناس لمادي يعني تاكيس جوناس تجربته مع بيرامدز هو لعب هزون للاهلي لعب الاهلي يعني هو كان مدرب قدام موسماني بالزبط مستر بتشو موسماني مش محتاج تذكية اعتقد التاسعة والعشرة يكفي انا هو لكن الكابتل حسن السكاوي اتكلم على الغضب الشديد الحقيقة الغضب الشديد اللي ساد لفت نظري انه خلى زميل اعلامي يعلن الاعتزال ازاي يعني؟ مش اللاعب بس يبطل صديقنا العزيز النقد الرياضي المتميز اسامة السويسي اسامة السويسي واحد اعتزال صحفين المحترمين جدا وبيثري الاعلام الخليجي الحقيقة بتجربة هيلة جدا في الدوحة فجأة لقيته كاتب خلاص انا قفلت كل حساباتي على كل السوشيال ميديا وقررت الاعتزال اعتزال السوشيال ميديا اعتزال التعاطي الاعلامي مع السوشيال ميديا بكل وسائطها ده كان عامل حالة يعني كويس بعد فيديوهات كتير الحقيقة كان واحد زي فصل زيدان وزي كل الجملة اللي بيقدموا تجارب مهمة جدا ايه اللي حصل وازاي الغضب اللي اشار اليه الاستاذ حسن مستكاوي يصل للدوحة ويخلي اسامة السويسي اعتزال اسامة السويسي مسائل خير اخير السيد ابراهيم تحياتي لك والبشمهندس عدل طاعي تحياتي يا اسامة انا كنت خاف لا تكون اعتزالت الرد علينا كمان لا ما بقش بيتي ومكاني وتحت امره في اي وقت طبعا الاهل عودنا انه لما يقول عاوز كلنا نقول الحاضر ايه الحكاية طب اشرح لنا ايه اللي حصل والله يا بشمهندس عايز ادخل في تفاصيل شخصية كتير لكن عايز اقول ان هي عودة للهدف الحقيقي اللي بواقع التواصل الاجتماعي لانه واضح ان الحديث عن السمشون الرياضية واضح انه هو بيجيب واجع دماغ وده غير هانات وشتاة الخلاف بقى صعب فيه اوي بالاضافة انه يعني انا كنت سعيد ان انا وانا بتابع الحلقة دي شفت بينكم خلاف ابراهيم على موضوع الدواج وكان الاختلاف في منتهى الروطي ومنتهى الاحترام ووصل في النهاية لنقطة التقاء اتمنى ان ده يكون نتيه ثقافة اختلاف عند الناس ولكن اللي انا عملته ان ده رسالة واضحة وصريحة ان انا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر ولا فيسبوك ولا اليوتيوب انا مش بيرجع لي اي عائد منها غير ان انا واحد حابب للقيان واحد بدافع عن الكيان والغالبية العظمة الحمد لله عارفين ان انا موجود خارج مصر وبشتغل وعندي شغلي وعندي العقد اللي انا بتعاقد فيه وشغال بالاضافة لانه الناس ناس كتير برضو مش واخدة لها نتجهيز الحلقات الايتيوب علشان تقول حاجة لتنوير الناس وتوصل لهم اللي بيحصل خلف الكواليس او تقول لهم الحقيقة بيحتاج وقت وجهد كبير ده طبعا غير المونتاج ورفع الحلقات وتجهز الغلاف وغيره وغيره ولكن يصعب عليك لما انت توصل بيك الدرجة ان انت لما تقول كلام للناس عقلاني وبعدو وبعد المباراة تقولهم ان كان فيه اخطاء واحد اثنين ثلاثة بمتهى الهدو ولكن في نفس الوقت ما ينفعش اننا اخد الاخطاء دي واقول فجأة كده على مدرب ثلال عشر شهور عمل وصلت منصف التسويق ست مرات منهم خمس قطولات ومرة ثلاث عالم وجاب اتنين افريقيا وصوبر افريقيا ودور وكاس يبقى فجأة كده اقول عليك مدرب كفتاجي ومعنجيش فكرة وانه اقدارة بتخرف وانه لازم ماشي ويبقال عليك ان انت بتطبل وان انت راجل منتفع ويبقال عليك ان الكلام ده اتحد ان الناس دي لو حد خذ البطولات دي فعشر شهور فاندمان الناس دي بتطالب ان هي تروح تلعب في الدور الانجليزي او الدور الالداني مش تقعد معنا في مصر دي حاجة الحاجة الثانية ويمكن الناس وصلها الكلام دوت قبل كده في شكل غير مباشر دي ناس كذبت سوبر افريقيا وناس كذبت بعدها بسبوع سوبر مصري بدربات ترجيح قالت اتعشد مش عايزين حاجة تاني المعروف ان جمهور الاهلي ما بيرضاش غير المركز ده اول ولكن قبلها بكم يوم انت كجمهور النادي الاهلي كنت تقومتها السعادة وانت بتشوف احتفالية النجمة العشرة وكنت تتغنى بيها وناس كتير من المعسكر الثاني اشادت بيك واشادت بالموقف ده لكن ان انت لما تيجي انا كواحد اهلاوي ومعروف ان انا الحمد الله حب النادي الاهلي مدهوش مقابل غير ان انا ابقى مبسوط وسعيد بالانتصارات الكيان ده الاقيك بقولك ان انت ما تنجربش وراء الكرهين للاهلي اللي عاودين عدم استقرار ليك واللي بقى لهم فترة طويلة شغالين على المدرب ده اللي بقى عدتهم بجد وان ما ينفعش ان انت كاهلاوي انك انت تتاهم في الكلام ده وتتقول علي بقى انا صبار ومستفع وكلام كبير بالشكل ده لا يبقى خلاص بلاها احسن ونخلينا في التواصل الاجتماعي اسأل عليك عايديك اعطيه خطرك اقولك تسمح لي يا استاذ اسامة تسمح لي يا استاذ اسامة ان اختلف معك اتفق مع كل كلمة قلتها واختلف معك جملة وتفصيلا في الموقف الذي اتخذته لسبب بسيط جدا حضرتك حضرتك على عيني وعلى رأس لا اسمعني بقى يعني مش حولك خسارة لكن جريمة ان يحرم النادي الاهلي منه ايا كانت الخلافات ولهذا حب النادي الاهلي احنا اقولنا فطرته عالية احنا بندفع فواتير وبيتقال علينا احيانا نفس الكلام ده اكتر لان الاتفاق على البشر مستحيل وهناك في هذه اللحظة تحديدا يا استاذ اسامة حيتضغط على كل الناس اللي عايز تنور مواقف للنادي الاهلي عشان احنا دخلين بالبلد كده على فطر انتخابية حظ حظ النادي الاهلي ان تأتي السلبيات القليلة في هذه اللحظة لو كان الوضع معكوس لو بدأت بسلبيات وانتهيت بما حققته لكان التماثيل قد اقيمت ولكان الكثير مما تسمعه الان مش هتشوف اصحابه ولكن اللحظة التي يتمناها من هم داخلك لا يريدون للافراد الموجودين دلوقتي النجاح او انهم يكرروا تجربة النجاح والاستمرار ومن اعدائك مش للأسف خصومك يا سيدي الخارجيين اللي عايزين يصغروا ويقللوا من انجازاتك فيأتي من هم منتمين للنادي الآلي يديهم هذا السلاح بانه هم يحطوا ايدهم في ايد بعض والاتنين يمشوا في نفس الطريق سواء بوعي او غير وعي الاحباط لا يجرفنا ان نزوي ويا سيدي هو فيه اعز من بلدنا ولا النادي اللي بنحبه ان احنا يا سيدي نطبله احنا بنطبل في الصحة مش في الغلطة او سازة اسامة اذا كنا اصحاب قضية واصحاب موقف وقناعات مفيش حاجة تخلينا نبعد ونرمس لحنا عشان جزء من الناس يقابلهم عشر اجزاء بيحبوك ومستنين كلمتك وبيصدقوك لا يا استاذ اسامة مخالفك الرأي مهنزي ربنا يا كريمك باش مهنزي انا انت عارف ان انا مش من طبع ان انا لا 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 وبعدين هو احنا هو احنا على الصحة كم واحد يا استاذ اسامة يا استاذ اسامة يا استاذ اسامة احنا محتاجين لكل انسان عاقل بيحب الاهل بوعي وبحق وبصدق وما بيتكلمش في باطل انت بتتكلم في حقيقة قول الحقيقة وسيب العشرات يقتنعوا بيك ويصدقوك وخلي القلائل اللي يهاجموك يا سيدي على رأسنا من فوق لحد ما نعدي للفطرة دي ان شكرا الرحمن وزي ما عاودتكم ان شاء الله بإذن الله تكون بس الصراحة محارب مش اكرا لا لا ولا الصراح ولا يوم لا 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 ولا يوم المؤمن سعد لي مش هينضي لك وراية اجازة ولا يوم يا استاذ السامة احنا في احواج وقت لكلمة الناس الصديقة اللي بتحب الاهل من قلبه وبدون منفعة انت الراجل قاعد برا ادسل حاجة تقول اهل في الورتاح لكن من يحارب في سبيل الاهل الان نحتاج لكل قلم ولا يوم يا استاذ السامة مش مقبولة يا استاذ السامة في انتظارك اه اسامة والمؤمن سعد لي ما مضاش الورع خلاص انا واصديك العزيز للا استاذ براهيم تحياتي لكم وكل المتابعين ربنا اكرمكم وبرك الله ده انا كنت عايز اقول لك شوف شوف مين بيحب الاهل زيك كده وظهروا على الصحة دلوقتي يلا عندك ترجعوا معاك العشرات يا استاذ اسامة ان شاء الله رحمة بقية الله شكرا جزيلا للصديق العزيز والاعلام المتميز الزميل اسامة السويسي من الدوحة واعتقد يعني شوفوا الغضب كان وصب لفهل لان الحياة هي ظاهرة موجودة بيعز على الانسان طبعا لانت تقول رأيك وتقول رأيك لصالح الاهلي فتستقبل بإساءات وتطاولات اعتقد دي مسألة موسيئة جدا محدش يقبالها ومحدش يتحملها كمان وليه وليه كل غضبنا في الإساءة اه اقول ده كويس وده وحش وخلصنا اقبلني او رفضني وانا لسه انا وانا بناقش الكابتن شاوي قلت له من حقك تعمل كذا من حقك تقول كذا بس في الثوابط ما تتغيرهاش بس الارقام والحاجات دي ما صح يجدال على الاهلي جدا لكن انت حر في قناعتك والذي لقى اتطافخ معاك فيها على فكرة لكن انت حر نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف هو كابتن شاوي عب شافي كان عنده حق في انه العقوبات ما كانش صحة تتاخد ولا لا مش هيبقى رأينا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة الغضب احيانا بياخد الناس زي ما الزميل اسامة السويسي قال وزي ما الاستاذ حسن مستكاوي اشار للناس مش بس انها تستغل الحدث لا تزايف الحقائق كنت بتفرج على احد البرامج فاعتقد كده كابتن طارق يحي مع الكابتن مجد عب غاني فبيقول له طب هو كده الاهلي هيعاقب على عشان ضيع السوبر قال له السوبر واليد والسلة والطائرة ما احنا خدنا كل حاجة وانتو ما خدتوش اي حاجة ده الكلام لما بيمشي الناس اللي مستعدة ان هي تصدق ده بتهدر كل حقوق الفرق اللي خدت ده فحبنا نقول لحضراتكو بس لكابتن طارق يحي بحزبة بسيطة جدا حساب السنادي بس يا كابتن طارق لانه طيب حد يقولك ده الاهلي فرق النشاط الرياضي منهارة رجال وسيدات ما بياخدوش بطولات لا رجال ولا سيدات وازا مالك واخد كل البطولات فحبنا نقول مراجعة بسيطة بس في كرة القدم السنادي الاهلي خد دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي وازا مالك خد الدوري كرة اليد كرة اليد كاس مصر الاهلي خد الكاس رجال والسيدات خدوا تلت ألقاب الدوري والكاس وبطولة من المنطقة منطقة القاهرة يعني حساب الهندبور رجال وسيدات الزمالك اخد الدوري وفريق السيدات عنده ما اخدوش بطولة فحساب كرة اليد في الاهلي والزبالك رجال وسيدات اربعة واحد لصالح الاهلي اربعة واحد لصالح الاهلي عايزين تميزوا الرجالة عن السيدات وتعترفوا مجحة تحسب افريقيا لا بتكلم على الموسم المحلي الكرة الطايرة الاهلي اخد الدوري رجال وخد لقابل للسيدات الدوري والكاس يعني الثلاث بطولات في الطايرة الزمالك اخد كاس مصر فقط وما فيش بطولة للسيدات يعني حتى الزمالك ياخد كاس الطايرة لانوا معتبرين الزمالك اخد بطولة الطايرة الزمالك خد الكاس والاهلي خد الدوري في السلة لما الزمالك او في اليد لما الزمالك ياخد الدوري والاهلي ياخد الكاس ويقول لك لا الاعتراف بطولة الدورة هي البطولة الاساسية طب ما تخليك معايا بنفس المنطق ما هو في الطائرة الأهلي خاد الدور والزمالك خاد الكاس لسه عند رأيك ولا لا عموما إذا كان البنت زي الولد زي ما أنتم عايزين ففي الهندبول حزبة الرجالة والسيدات أربعة واحد للأهلي حزبة الفولي أو الطائرة رجال وسيدات تلاتة واحد لصالح الأهلي كرة السلة الأهلي أخذ دور المرتبط رجال وبتلتين للبنات الكاس والسوبر كاس السوبر كاس مصر وكاس السوبر وإذا مالك أخذ بطولة أفريقيا ودور السوبر دون الحصول على أي بطولة للسيدات ما ترجعت تاني أفريقيا يتحسب لي بطولة أفريقيا في اليد قلت لي بحسب محلي عايز تضيف الهندبول أفريقيا يتحسب أفريقيا في كل المعابة ما تحسبش ماشي هي ديت بس بتاعت الموسم اللي فات مش الموسم ده فبالتالي أصبح حساب البسكت تلاتة اتنين لصالح الأهلي تلاتة لسه جاية تنس الطاولة ها كاس الكوس الأفريقية توفت ها صحيح تنس الطاولة الأهلي خد البطولة العربية وخد كل منافسات تنس الطاولة في كل الأعمار والزمانك ما خدش ولا بطولة زاد الرانكينج العلام والترتيب العلامي وهنا جودة وطولة البرتغال وعمر عصر ودينا مشرف لا يعني يا جماعة الغضب ما ياخدكوش إن أنتوا تدهسوا منطق وتدهسوا الحقائق وتدهسوا حق الناس في التقدير للبطولات اللي حققه دي فرق رياضية تعبت وجابت بطولات فالغضب علشان بطولة لا والضايح حقك أنت بضايح حقك أنت إنك تزهوا ببطولاتك أنت ليه ما تذكرش في كل البطولات اللي خدته ألعاب القوة والسباحة والكاراتي والجنباز والتنس حد مبارح أنا بنكسب بطولات في التنس وتنس الطاولة رجال وسيدات مهار شريف مصنفة عالمية والبطلة بتاعتك اللي كسبت بطولة برلين لسه من كام يوم هو دي لو حصلت في حدة تانية كان زمان ما حادش بيسمع غير الكلام ده فانت لأ تكسبان بطولات تسد عين الشمس وخسرت انت عملت حسيم يعني اللي بخساره مش اللي بكسابه هي كده أهم بطولة هي البطولة التي يخسرها الأهل وأغلى بطولة التي يحققها المنافس ده المنطق للأسف المعتمد إعلاميا اللي من دول لكن كنا قلنا كابتن شوعب شافي أنكر على رئيس النادي الآلي كابتن محمود الخطيب أنه يتخذ عقوبات ضد الفريق بعد خسارة مباراة السوبر هل ده صح؟ رغم أنه وفقا للتفويض ده طبيعي جدا وفقا للتفويض والرؤية والمعطيات التي يراها الكابتن محمود الخطيب بس هل كابتن الآلي في مختلف الأجيال مع كابتن شوعب شافي ولا لا نبدأ مع كابتن أحمد شبيل نادي الآلي بالأمس قرار بأقوبات وغرامات على معظم اللعبين يعني إيه معظم اللعبين؟ والآلي بيفرق المراضي آه لأنه ما تقدرش تخسم لميكوسيني مثلا لسه بقولي هادي ولا حسام حسن ولا كريم فؤاد ولا أحمد عبدالقادر ولا عمار حمدي ولا بيرسي لسه بيقولوا هادي اللعبة شافت أن العقوبة تقيلة الرد جاء ضمنيا مستحقاتكو ماشية بسم الله ما شاء الله مكافئاتكو كلها بسم الله ما شاء الله فلا تقصير من إدارة النادي وبالتالي زي ما بتتكافئ ساعة الفوز زيها بالضبط لما بتخسر بطلتين في أقل من شهر لازم تتعاقب قد يرى البعض أن العقوبة جديدة شوية أو أن المبلغ كبير شوية العقود برضو عالية على فكرة كابتو خطيب مش هيكتافي بكده أنه هو الراجل اليوم ما خسروا الدور العام في أرض الملعب نزل لهم ونادرا ما تحدث في تاريخ النادي الأهلي لكن تعمد أن يتكلم قدام الناس كلها وشال حمل الهزيمة وخسارة البطولة من على أكتافهم يعني هو كابتن طبعا شو بيري لخص الكلام وهو متفق معنا متفق مع المنطق ومتفق مع يعني أصول الإدارة بتكافئ وتجازي وآخر حد من الأجيال اللي اعتزلت حديثا كانت كابتن شادي محمد نشوف يعني من حق مجلس الإدارة زي ما اللعيبة بالطالب بأمور مالية كتير جدا من حقك أنت لما يكون فيه إخفاق في بداية سيزون لأن الطبيعي البطل لازم دربة البداية بتاعته تبقى قوية جدا الرسالة لأفريقيا والدوري المحلي وخصوصا أنت لخسران في الآخر فطبيعي جدا البيان نزاجي بس أنا كنت حابب يضاف عليه حاجة إن اجتماع مع اجتماع عاجل مع المدير الفني ويعرف منه أسباب الهزيمة خصوصا اللي هو ألف البيان أو التألف البيان إن وفرنا كل حاجة للمدير الفني فصارت بطولة ذا السوبر وقبلها الدوري هل بيهدد استمرار بمساعة المسلمين في الفترة جاية النادي الأهلي ما بيحسبش بالقطعة النادي الأهلي سنين طويلة ديكسي كان مدير فني من وجهة نظري متواضع جدا بس النادي الأهلي سابه يكمل السيزون ما فيش دلوقتي أيام ديكسي وأيام الناس دي أي إنسان عنده خبرات وعنده منطق مع مستقيم محدش هيعارض الثواب والجزاء حتى لو كان الكابتن مجد عبد الغني ده بالذات لازم مجد عبد الغني وبقى فهم كده نسمعه بيان محترم ما بتجنناش في التحليل كان فيه تحفيز غير عادي وكان فيه مساندة غير عادية من مجلس إدارة نادي الأهلي الفترة اللي فاتت بعد خسارة الدوري كانوا واقفين جدا جنب اللعبة حتى في المعاصفر بس معيش يا حمود أنا عندي نقطة ورده كابتن مجد ما عليش محترام يعني الناس الإداريين ما لونش دعوة الطبيين لا هم مش أما بيكسبوا بياخدوا نا لا يعني مش متدخلين في الأداية ما ليش دعوة بالتدخل إحنا بيكسبوا لا يا راجل بياخدوا أكتر من لنا شرعي بقى كابتن ده بيقول لك الإداري بيقول لك الإداري بيقول لك الإداري يأخذ مية في المية مية في المية ايه من يا كابتن مجد هو لعب أزلزل لعيب هو لعب الإداري حلوة يا جماعة بس اللعيب بياخد كام والإداري بياخد كام حتى لو نسبب تناسب يا جماعة الاداري والطب دول ما بيلعبوش في الملعب ما لهمش داخل يا جماعة دي تفاصيل ما هم مؤكد القرار ما هيستبعد الناس اللي ليسه ما بقى لاش ده وهم مش هتشيل الليلة دي مؤكد القرار مش هيجي عند يعني الإداريين اللي هم ما لهمش علاقة وما بنتحدث عن القيادات المؤثرة صحبة القرار والتأثير حيتخصم منها كل يعني مؤكد مؤكد فيه تفاصيل لكن الفكرة في المبدأ العقوبة مبلغة كبير لأن بطولتين زي ما بقول ورا بعض والبطولة التانية دي ملهاش معنى انك تفقدها يعني فيه فيه بطولات بتلاقي لها تبرير بالأمس أو أول أمس ما كانش فيه مبارنة تخسر البطولة دي ممكن ممكن تخسرها وانت فيه نحس فيه سوق بخت تأدي كويس كور في العرضة مش عارف ايه بتاع تأدي كويس إنما يبقى أن انت ساعد ولم توفق ما كانش حيبقى فيه عقوبات أو إذا كانت حيبقى فيه عقوبات تبقى بنص اللقيحة البسيطة لكن مؤكد إن الكابتن الخطيب محطوط في اللوايح عنده إنه من حقه يعني وستند إلى اللوايح مش مش فكرة مزاجية يعني صحيح طيب نشوف كمان إبراهيم سعيد كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي خد قرار وأصدر قرار بخصم 300 ألف جميع من كل اللاعب وكل فرض في الجهاز الفني رأي أكيد يعني شايف إبراهيم إن في المواقف اللي زي دي الخصم الفلوس بيبقى مهم طبعا لازم لن نبتد نخد بالك النهاردة الأهلي ضيع بطولة مش أقول بطولة سهلة يعني بطولة المفهود إن اللاعبة ديت ده سيبك تعافي بميدو لو فيه أداء أقول ما فيش مشكلة أما النهاردة ولا أداء ولا تركيز اللاعبة النهاردة نازلة تحس إن عندهم سيقة زيادة الخطوط متبعدة عن بعض ما فيش تركيز لعبة النادي الأهلي اللي إحنا متعودين عليها أنا واحد من ناس الشرف لنا فيهم لعبة النادي الأهلي اللاعبة النهاردة نازلة تحس إن حتى الضغط والسرعات ما فيش ملخص كلام الكابتن إبراهيم الشخصية اللاعبة ما كانتش باينة في الماتش مش ده أداء اللاعبة المعتمدين عليه خطوط متبعدة ما فيش سعي جاد ما فيش يعني وكأن الأمر يعني الناس مش مستوعبة اللحظة لم تأخذ بالأسباب أستاذ إبراهيم ودائما أنا لأخذ بالأسباب ولذلك على المرء أن يسعى أن يسعى لذلك أنا بقول لك هو الإدارة اللي خدت بالأسباب وجابة لبن العصفورة في كل الألعاب ها ها ما هي كمان هتعمل إيه ولازم تبحث عن أسباب الخسائر وزي ما بتكافئ تجازي بالضبط والجزاء مش معناها ده صح بثقة أو إن كنت بتقول للناس إيه الأعرف ده لا بتقول لهم يا جماعة فيه دي ما عملتوش اللي عليكم نرجع بعض فيه دي ما عملتوش اللي عليكم ومن ثم زي ما بنكافئ ونكرم ونعمل ونعمل حفلات ونعمل نجمات ونعمل بنحاسب بنحاسب برضو وخلي بالكم هو أنت في الآخر كل الشغل بتاع النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي وعبت النادي الأهلي لإسعاد الجماهير أيه الجماهير لم تسعد بقالها مدة فواجب العقوب طيب إذا كان ده رأيي عدد من كبات النادي الأهلي في مختلف العصور عما صدر من عقوبات الأخرون كيف يرون العقوبة الكابتن أحمد حساب ميدو أعتقد رأيه مهم كواحد من المحترفين الكبار جديد أن الأهلي يعمل غرامات على اللعيبة والجهاز الفني والإداري والطبي وهي اللي اندعنا المواقع الرسمية أنا أعتقد ممكن تكون السابقة السابقة الأولى وده بيوريكم أن فيه حالة من الغضب وحالة من الاستياء من الكابتن محمود الخطيب على كل فرقة الكورة وأنا بقول لك كابتن الخطيب بيفكر إزاي بحاول أن أنا أشوف بيفكر إزاي راجل دايما في المواقف اللي زي دي بيفكر يقول الفرقة دي تغلبت صح؟ الفرقة دي كانت بالقاتل وعملت اللي عليها لا لا أنا بقول لكم أنه أول حاجة جات في دماء كابتن محمود الخطيب بعد المباراة لا الناس دي ما عملتش اللي عليها أنا النهاردة راجل أنا وانا وانا مدرب وانا رئيس نادي لعبتي خرجت بالدم خرجت أنا شفت سنانها بتعد في المطش وبتحاول وحظوهم وحش وكور في العرضة وبتعود غلب بدرباء الجزاء لا ما ينفعش عمل عليهم عقوبة أنا راجل ظالم إنما كل الناس بتفرجت على المطش بصراحة حتى أنا راجل زي ما الكوب بتفرج على المطش لا مش ده الأهلي لا الأهلي الأهلي اللي أنا عرفه إنه هو بيعض في المطش لغاية آخر ثانية العقوبة أساسها أساسها إن كابتن محمود الخطيب حاسس لا الناس ما عملتش اللي عليها وأنا أتفق معاه مليون في المية والله الكلام شبه بعضه لأنه في صدق يعني الاتفاق على مبادئ محددة الثواب والعقاب اعمل اللي عليك مش حزعل منك حزعل عن موقف بس مش حزعل منك لكن ما تعملش اللي عليك وتوصلني إن أنا أهدر بطولات المفروض إنها تبقى فحضني لا يبقى أنت حاسم وهو نفس الكلام اللي قاله ميدو نفس الكلام اللي قاله إبراهيم سعيد تقريبا نفس الكلام اللي قاله كابتن مجد عبدالغني وكابتن شادي كل الكاباتن دول كلهم بكاباتن يعني كل الكاباتن دول تعرضوا المواقف كلهم زي ما وبعدين الأجهزة الفنية والإدارية لما بيجي الخير بيعوم ولا ما بيعوم مش ها بيعوم طبعا بيقولك مكفأة الأجهزة الفنية ومش عارف بزرط وده اللي قاله كابتن مجد عبدالغني قالك كل دول بياخدوا مكفأات عند الفوت خلاص انت بتكلم على الحال يبقى انت وانت كلعيب شايف انت أزيت نسمة لاش لازمة يبقى انت وانت جهاز فني شايف ان الخير بيعوم والضرر ما ينفعش هو يخص على فكرة القرار قال ان بقيت الأعضاء لأجهزة الإدارية والكربية بنسبة وتناسب حسب لان هو لما بياخد المكفأات ما بياخدش الحد الأقصى فهو لما قال كده كان أقصد أصحاب الشأن المباشر لكن بتتفرع الأمور بتوبى كل حاجة بقدرها طبعا ده العقل يعني إنما احنا بنكبر الأمور يعني والله بكتر السرد والرغي ده يعني البديهيات ما كانش ينبغي انها تتناقش حتى في كل الوسائل الإعلام بالطريقة دي ثواب عقاب لوائع ده لوائع بتوبى فيها الكلام ده بس يمكن عشان ما تعودوش إن العابة الأهلي ما تعقبوش قبل كده والجيل ده لإن ما كانوش يستحقوا العقاب لما استحقوا العقاب يتحقوا مش عايز يسميه عقاب الجزاء ما استحقوش أن يطبق عليهم الجزاء لكن لما استحقوا أن يطبق عليهم الجزاء طبق واستحقوا كل هذا النقاش مع إنه منطقي جدا 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 وفي ناس كانت بتوقف في بقية الدوري شوفنا في ناس وقفت المستحقات وفي ناس خاصة مستحقات مبدأ صحيح فإحنا بس المناقشة لإن الأهلي مش متعود والرأي النقدي مهم جدا للأستاذ حسن مستكاون بص يعني مش عايز دايما يعني الناس تفكر في الفلوس هو بياخد كام عشان يتقصر منه 300 ألف أيوه أحمد الأهم 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 هو الكورة في النادي الأهلي تكسب فلوس ولا مش تكسب فلوس أيوه يعني العيب الكورة في النادي الأهلي بياخد فلوس كويسة عشان الكورة دي بالتحديد بتديه فلوس كتير للنادي الأهلي أنا على قد هلمي بتديه للنادي الأهلي يعني في كل ثلاث سنين أكتر من مليار جنيه فإذن الكورة في النادي الأهلي بتكسب أيوه العقوبات شيء بديه أنت لما بتكسب بتاخد مكافآت لما بتخسر بعقوبات توقع لك بعقوبات بعد النظر العقوبة شكلها إيه إما فلوس إما إيقاف إما يعني إنذار إما يعني شكل العقوبات كتير جدا فوارد أوي فيه لوائح كمان في اللايحة بتاعت النادي أو أي نادي لما بتكسب بتقولي لكل اللعيب يعني إنه هذه العقوبة طبيعية جدا وبدهية وفقا لسياسة العدل في العقاب والثواب كابتن شوبير كابتن مع الاحترام للجميع كابتن شوبير وكابتن مجد وكابتن شادي وكابتن ميدو وكابتن إبراهيم سعيد والأستاذ حسن مسكاوي في مقابل رأي كان رافض للكلام ده خالص وشاف إنه ده جديد وغير مقبول وإزاي يحصل وإزاي أصلا ما يرجعش المجلس نداره وده كان رأي كابتن شوبير عبدالشافي اللي عرضناه لحضراتكم إذن الأمر كان واضح جدا لكن كل ده لم يقلل لمن تقدير النادي الأهلي لمستر بيتسو موسماني ولا من مساندة الكابتن محمود الخطيب ولامة التخطيب لمستر بيتسو موسماني وأعتقد شفتوا هذا الدعم المباشر لا تنظر للخلف نحن ناثق فيك ده كان مساندة النادي الأهلي لمستر بيتسو موسماني لأنه اللي جاي مهم إذا كانت هذه الخطوة للمراجعة فهي مراجعة لترتيب الورق اللي جاي وإزاي نقدر نستفيد من الأخطاء اللي حصلت وإزاي نقدر نتدارك المسألة بهذا الشكل هل لديك أقوال أخرى عايزين يا جماعة ناخد كل حاجة في حجمها إحنا إحنا كنا زعلانين وبنتكلم بزعل لكن بمسؤولية عايزين كل حاجة في حجمها مش عايزين ناس مننا تنكد على ناس مننا يعني ما يجي لأستاذ أسامة السويسي يقول لك أنا حقفل وحعمل وابعد لا ما إحنا بنخسر ألم حر قوي شريف محتاجينه ما بالك بقى ما يكون ده لعيب ولا مسؤول خلاص المسؤول زي ما بنقيمه وبنقف معاه زي ما أحيانا ننقضه ونعدبه ونزعل منه لكن كل حاجة في حجمها مش كل حاجة يا ملايكة يا شياطين يا سوبر هيرو أو أبطال خارقين أو ناس ما تنفعش هذا الكلام مش موضوعي وما يخدمش وعايز أقول للناس بقى إحنا داخلين على فترة انتخابات تذكر أو خلي بالكم من كل كلمة حتتقال دلوقتي ما تنسقوش قوع تفقدوا ثقاتكم بناديكم وبقياداته اللي بقالها 3-4 سنين مما اتعى الناس كلها طبعا الجمعية العمومية بتقايم بطريقة تانية خالص بتشوفوا اللي بيحصل وحتقيم عليه أما أنا بكلم الجماهير نغضب شوية ونساند كتير لغيرتكم ومساندتكم يبقى الأهل دائما زين النوادي دمتم للأهل دائما وداما لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التسعة مسائل اثنين القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة